الآن أنا أصور مسلسل لو إحنا بكرة طبت علينا الجوازات وإحنا نصور أنا عندي 126 موظف 126 عقد يشتغلون معي في اللوكيشن كم شخص سيلقى القبض عليه؟ 67 طبعا بالقانون ليه؟ أنا أقول لك أهلا هذا فنجان من إذاعة الثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح من أبرز ملامح شهر رمضان هو الإنتاج التفازية الضخم الكل يتابع والكل ينتج والكل ينتقد والكل زعلان فكان ودي أتكلم عن الإنتاج والمسلسلات سبق وتكلمت في هذا المجال في فنجان مع عبد العزيز المزيني علي الكلثمي وعبد المجيد الكناني وغيرهم لكن ماذا عن الجانب الآخر من هذه المعادلة من الإنتاج الجيل القديم اللي الناس بالعادة تشتكي منه ضيفي في هذه الحلقة حسن حسيري شركة الصدف أنتجت أكثر من ثلاثمائة منتج أعتقد أنها أكبر شركة في المنطقة وهنا تكمن أهمية الحلقة فهي حديث مع تجربة نستطيع من خلالها فهم لماذا الإنتاج بهذا الشكل لنبدأ يا أهلا وسهلا الله أعطيك العافية أنا والله مبسوط سراحة أدرح ماللني وأنت شخص يعني مهم بالنسبة لي مرة الله يسعي تقلب حقيقة يعني وانا قلتها والله لا هذه الفترة تصور نصور شيء اسمه سندس كان لازم نكون رمضان بس الحقيقة ما قدرنا زمان كان إذا حد قال لك تصور رمضان تقلب الدنيا وتصور الآن ما في حل إلا الجودة الظروف تغيرت قياس الناس تلقيهم للأشياء مختلف معدي يعني زمان كان في شوية رحمة الحم ما في أي رحمة والله اطلافا يعني ملكو كأنك في دولة فيها 7000 معهد ليه مهمة المعاهد هالدرجة؟ لا يعني أنه اللي موجودين في الصناعة ما هم احترافين فأنت تضطر أن تستعين بخبرات من بره في من بره موجود وفي فرق بين البروفيشنال وبين البرودكاست هذا اللي الناس ما تعرفوا ميش الفر البرودكاست هو المستوى العالي من الاحتراف اللي تقبله القنوات والمنصات والبروفيشنال اللي هي معدات زي الـ 5D زي الأجهزة العادية زي أنه أنت مو لازم يعني إذا فيه وش صوت مو مشكلة يمشي ويزبط ويتنظف البروفيشنال ممكن تعمل في اليوم 14 دقيقة بس في البرودكاست أكيد ما تقرأت تعمل أكثر من 6 دقائق لأنه مستوى التدقيق في كل شي عالي جدا 6 دقائق تصوير آه أي طبعا يوم كامل يوم كامل صور 13 ساعة طبعا بما فيها البريك من الـ call sheet طبعا من الخروجك لا من وصولك للوكيشن 13 ساعة حتى نطلع 6 دقائق أيه طبعا واو طبعا فيه مسلسلات والأفلام تسوي نفس الغالب السعودين ما يسوها المصريين يحرصوا عليها رشاش كان النموذج اللي يعمل كذا لأنك تعطي كل واحد وقته أنه يعمل كل شي كل شي طبعا لما نقول كذا تيجي أنت مثلا بوجهك عشان تسوي مشهد معين مثلا أنا من نوع لي ما أحب صراحة أستحي أنه يقول لي والله حطهم ميكاب خشمي قايل كذا وقدر يقول لي ميكاب كلف هذه ولكن هو يسوي لك ميكاب عشان تتوافق مع الإضاءة وفي عقله الـ grading عقل كالر علم ثاني يعني هذا ما يمكن تلقاه عند تلفاز ولا يمكن تلقاه عند صاحي ولا يمكن تلقاه عند الصدف مؤخرا شوي وبعض الأعمال من كلها لأنه مكلف ودائما الكوست ينطلق من كم دقيقة في اليوم لأنه كم دقيقة في اليوم بيصير مثلا تسعين يوم تصوير أو يصير مية وخمسين معناها يوميات أكل وشرب إيجار مواقع أوتيلات يعني وديعرف متى أصلا بدأت قصتك مع الانتاج متى كانت اللحظة اللي تحولت من مثل المنتج ولا أنت بديت كممثل لا لا بديت كممثل لا والله بديت بين تاجي عمل اسمه بعض الناس وقف على الهوى لسوء وش هذا هذا عمل اسمه بعض الناس سوينا دوتو أنا وماجد العبيت زميل لي اسمه ماجد العبيت سوينا هذا العمل الحقيقة هو أوقف لسبب تافع غريب أوقف لأنه إحنا رهننا بشت في مطعم بخاري فقالوا أن البشت يرمز أيام الرقابة المتشددة الغير واعية فوقفوا العمل السنة اللي بعدها ناصر وعبد الله مع عامر الحمود حذروا مسلسل اسمه التحدي قبل في المنتاج غيروا وصال اسمه طاش ماطاش أذكر وزير الله وانا والله أعرف عامر الحمود كتب قال إنه إحنا سوينا طاش ماطاش فكرة الدوتو لما نوقف حسن وماجد شافوا الفكرة الدوتو كده بس إحنا أخذناها بالكويتين بس إيش كان كومي ديري الماجد لا كان العمل كان العمل بسيط جدا ما أعرف فيه ولا شي يعني ما أعرف لكن هو كان يدير كل شي وانا عليّ الفلوس وهذا كان ع التلفزون السعودي ع التلفزون السعودي ما كان أصلا في غيره ما كان فيه إطلاقا يعني ما فيه فكرة إنه أروح دبي ما مش موجودة بس إيش اللي خلاك أصلا تعرف تلفزون السعودي أولا كان هو المحرك الوحيد بعدين أنا تعرفت على ماجد وماجد كان يشتغل في مجلة اليمامة وأنا بكتب مقالات وبكتب شيء من زماني يعني اشتغلت مع اليمام واشتغلت مع الرياض موظف رسمي عجلية الرياض اشتغلت كانت عندي زاوي حوالي 11 سنة اسمه وتر في الفن طبعا فقل لي ماجد قلت الماجد أنا والله حب التمثيل وكذا وكذا قال كلها تراها 600 ألف وأنا من يومي أشتغل أنا أشتغل وعمري يعني أنا خلصت الثانوي عندي فوق من مليون ونص تابوك أبيع أبيع الوزاب والحبق والنعناح والريحان والبرك بديت بكيس بعدين شغلت الحارة كلها لأنه المدنة العسكرية فلا وخلفها مأحوش مزرعة سوها الناس صغيرة ففي البداية كنت أنا بيع بعد كذا خليت الناس يصيرون يعني يجهزون يحطونها في الأكياس يرشونها موة وأخذها بعدين أوزع المندوبين على المساجد والمسجد الكبير أنا أشتغل عندهم لأنه بعد صلاة الجمعة مرة واحدة في السبوك كنا ننبيع تعرف عسكر عشاق مغتربين في تابوك في مكان بعيد جاي من كل مكان في المملكة فموجودة عند المساجد فتنباع يعني حزمة كذا صغيرة فيها حبق ونعناع وبرك ومدره شغلات كذا بالنسبة له تذكروا بحياته فسالة التجارة يعني في بالك يعني من البداية طول عمري أنا أشتغل بيزنس أوك فدخلت التلفزيون حبا في التمثيل لا دخلت لا في التمثيل حبا في التمثيل في التمثيل أوك وسأنا كنت أعتقد أنه عالم ملائكي وأنه لأنه يطلع الناس اللي يقدمون للجمهورة بعدين أتضح لأنه زي وزي أي بيزنس يعني وحزاباته التجارية فأنت يوم رتوة اللي هو مع الناس هذا كان اسمه مع الناس بعض الناس بعض الناس مع الشاعر الله يرحمه الله يرحمه وزي الله وش كان كيف كنت تسوي مسلسل وقتها هذا الكلام عم كم أوشي تسعة وثمانين تسعة وثمانين تسعة وثمانين يعني في الحدد هذه فكيف كان المسلسل يعني رحنا تكلمنا مع هاني اسماعيل مخرج والله ما جد قادة العملية كلها قادة العملية كلها ولكن عرفت أنه 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 إحنا مثلا نقول فكرة الحلقة كذا نروح نجيب كاتب يقعدون نقعد على طاولة ونتكلم وش رايكم كذا لا لكني ما تمكنت من الأدوات ما فهمتها يعني ما فهمت كيف لا وكانوا مثلا يتكلمون أبغى سوي نفسي فاهم وأنا ما نفاهم لما كان يطلع التلفزيون بعدين فهمت كيف التسلسل أشياء كثيرة كانت لكن أعتقد أني من هذا العمل تعلمت تعلمت إنتاجيا كثير أوكي بس وقتها كان عندك مثلا مخرج وكان مخرج واللي كتب والله تصدق ظن اللي كتب ماجد وهاني إسماعيل ومجموعة والله ما أعرف منهم وماني فاكل أوكي وكان التلفزيون السعودي هو المنتج نعم للمسلسل وكان وقتها من وقتها كان التعميد موجود يعني أنه أنت تقدم أعتقد لا هذا مولنا بالكامل بعدين بعنا له بعنا لهم لأنه فترة بعد الفطور ما كان فيها ما كان فيها مسلسل كوميدي يعتمد على الأدواتو كذا كانت أعتقد فيه كاميرا خفية أو شي فإحنا صنعنا هذا الموديل أنا أذكر لما نقابلنا كان وكيل الوزارة لشؤون التلفزيون كان محمد حيدر مشيخ فقال إنه الناس بعد الفطور كيف تعمل كذا إحنا بنحط لهم كاميرا خفية قلنا لهم انت جرب وتوقف على الحلقة 14 اللي بعد الحلقة بعض الناس وش يوم تقول قبل شي إنه الرقابة أنا شو دي ودي أفهم المشاهد كيف كان زمان بدنا نمشي لليوم نمشي رقابيا برضو ما هو بعيد صراحة ما تغيرنا؟ لا تغيرنا بس ما هو بعيد كثير يعني لازال فيه حسابات لازالت فيه أعمال تتوقف ويجب أنه ما تتوقف خطأ إيقاف أي مشروع بناء على رأي شعبي مو صحيح هذا الكلام لازم لازم الرأي الجمعي هذا لازم يعرف أنه يقدر يقول رأيه بشكل جمعي وأنه الناس تقول والرأي الفردي ظل موجود تعامل معه هو نشاز أو مو نشاز بس ما تكد تقول والله اتفقوا عشرة هذا زي الديات يجمعون فلوس يوقفون كذا أو يدفعون عن كذا أو يسوون زي ما كانوا زمان تروح القبائل عند قصر الملك يعني هذا الموضوع لازم لازم نروح للمأسسة أكثر وتتنظم المسألة وما في مشكلة أنه ينقال عمل ويوقف الثاني عادي أن الناس تقول أنا أحس هذا مزعج مرة بنسبريان وانا يدخل الانتائج بس أحس لوني مكاعن بشكل عام مو بس على الفنون ما ودك أنه الأشياء لأنه أنت مجرد ما توقفش أنا أتكلم عن الأشياء اللي ما تمس الثوابت الثوابت ما هو بشعارها التقليدي أننا لنا خصوصية ما لنا خصوصية ولا لنا شي طبعا زي ما أنت عارف زي كل العالم يعني أنا أقصد اللي ما تمس ديني ما تمس يعني الأشياء الثابتة حبك لوطناك حبك لمجتمعك التساقطك بعائلتك شي ضد المثلية هذه الأشياء اللي إحنا ما نقبلها في داخلنا عرفت كيف لا تكون أنت من مؤيدين مثلية أنت تقول شي ضدها هذه كأن الثوابت أنه إحنا معها لا بالعكس هذا رأي لكن يعني هو بالأخير عادي مفترضا في قوانين واضحة تماما صح فإذا كانت القوانين واضحة يعني ولا تكون فضفاضة خلاص دال مني أنا ملتزم بالقوانين مع المشررة يعني هنا مثلا زي هيئة الإعلام مريمس مو شي كال خلاص إذا عطتني الرخصة مفترضا ما لا علاقة رأي الناس رأي الناس يصير يقولون بس ما يصير نتيجة اتخاذ قرار بالزبط بس يصير مؤشر يعني أنا أقول لك إذا أنت لقيت إجماع ضد مشروع ثاني المفروض أنه يعني يخلق عند القناعات يعني أنك تقول والله أنا ما هعمل هذه النوعية بعد كذا أو أنك تقول أنا باستمر في هذه النوعية لأنه أنا ملاحظ أنه فيه تغيير فيه تلقي الناس لهذه الأشياء إذا كنت أنت مؤمن بشيء قاعد تسويه وتعرف أنه لن يجد قبول في البداية ولكنه مؤشر لتغيير مستقبلي يحقق الأشياء اللي أنت تحلم فيها لا أكيد حتستمر فيه ولكن هذا اللي نقوله هو هذا اللي بالموضوع التشريعات الواضحة واضحة تماما ما يكون فيها مناطق ضبابية إحنا الآن في التشريعات للفنون ضبابية كثير جدا يعني أنت تروح مثلا تفتح مطعم واضح الشروط 17-18 شرط واضحة ومحددة إحنا نبغى الصناعة كلها تكون كذا والعالم كله كذا ولكن أشياء تتوافق معه أنه أنت بتأسس هذا البزنس يعني أنه أنت قاعد تأسس فيه إحنا بدينا؟ إحنا بدينا أسعلك بالله؟ إيه بالله إيه بممتاز طيب أريد أن أتكلم عن مشاكل الإنتاج واضحنا الرقابة جزء منها؟ طبعا إذا نقدر نفصل الرقابة أنت تقصد بالتشريعات الرقابة جزء من التشريعات صح؟ طبعا إيش مشكلة التشريعات بالإجمال؟ إذا أخذنا الرقابة جزء منها وإيش مشاكلة التشريعات الثانية اللي تخلي الإنتاج عندنا إنتاج بهذا الشكل في ناس ما يبراضي عليه أغلب الناس ما يبراضي على إنتاج السريعات؟ أولا في حالة خوف لأنه أنا بقول لك حاجة مسألة أنه إحنا نقدم فن عشان نقول أنه إحنا لازم ما نربح ولا نكسب ولا يشتغلوا ناس ولا يكون فيه مخرجين ولا يكون فيه شباب سعوديين ضمن هذه الآلية يعني أقصد أنه يكون فيه مشاريع من غير أسباب اقتصادية هذا غير منطقي الأشياء اللي ما تبنى على أسس اقتصادية لا تعيش الأشياء التي حتى الإبن لما يوصل إلى مرحلة معينة يستقل فطرة الناس أنها تستقل وتكون يعني تروح باتجاه اقتصادي واعي كذا أنا ليش يقول هذا التمهيد هذا جزء من الخوف خوف من الناس اللي حيشوفوا البرنامج ما بغام يزعنهم الكلام لكن حقيقة إحنا يجب أن ننتج بأسباب اقتصادية يعني يجب أن يكون فيه مشروع له مال وله عوائد طيب أنت لما تروح أنت عشان تاخذ إجازة على هذا المشروع فأنت تفترض خائفة مليون نقطة لازم ما تقولها عشان مشروعك الاقتصادي هذا يستمر فربما هذا يخليك تفقد أشياء كثيرة يعني يمكن أنت تقول له هذا يمكن ما تمشي مع أنه لو حطيتها مشت وكانت كويسة الخوف على مشروعك الاقتصادي عنده الكل عنده كل من يعملون في هذه الصناعة حتى المستقلين حتى الأشياء ما عدا يمكن الإنتاجات التي تنعمل من الدولة بشكل مباشر فهذه يمكن يكون لها مثل إيش مثل يعني لو ينعمل لو في أي وزارة تمول مثلا إعلان عشان تتكلم عن الزراعة مثلا أعتقد أنهم راح يساوون زي ما يبغون لأنه جهة حكومية ولأنه الجهات الحكومية ينظر لها رقابيا بشكل مختلف طبعا طبعا بشكل مختلف لما نقول الخوف اقتصاديا تخاف وحطيت مليون نقطة تخاف مثلا أن المشرع يلغي حلقة يلغي الانتاج يقفل البرنامج تخاف أنه الناس تنتقدك وليش اللي تخاف مع الجي كام أنت يا تقدم النص كامل على موقع تبع وزارة الإعلام ويقرون النص كامل وهذا الحقيقة هذا إلى الآن هذا موجود طبعا ليس شرط الشرط أنك تأخذ ورقة عدم ممانعة على التصوير تقدم ملخص ويرطونك عدم ممانعة بس هو يشترط أنه شوف الحلقات كلها بالكامل بعدين فأنت الآن في طريقتين وحدين أنك ترسل لهم النص كامل لوزارة الإعلام وليس للجي كام في ويب سايت تدخل عليه وتحط الحلقات كلها ويرد عليك يقول لك هذا مجاز وكأنه كتاب يعني مش وكأنه كتاب وهذا أنا في رأي خطأ يجب أنك أنت في المنصة في الجي كام يكون في منصة واضحة للمسلسل للفيلم للمسرحية تدخل وتحطها كاملة ويقروها طيب هذا أنا أقول يعني هذا تنظيم للذوابط الحالية هذا مقترح بس أنا في رأي أنه ينحط وصايا أو نصائح أو تعليمات يقول لك هذه العشرة يعني ممنوع المساس بالأديان ممنوع العسرية ممنوع المساس بالأسرة المالكة ممنوع التحدث عن الإساءة للأنبياء تحدد أشياء وبعدين يترك لأنه اللي أنت تمنعه جمهورك بيشوفوا أصلا من شباك آخر فأنا أقول إحنا الآن شي شوية غريبة مضحك أنت عندك عشر شبابيك الشباك اللي عليه هذا اللون الأخضر اللي هو خلينا نقول إنه السعودية الرقابة اللي فيه تقول لك هذا ممنوع وما تقول له طيب وبعدين تروح كذا وتشوفه من الشباك الثاني يعني ما فهو أكيد ما عاده موجود وأنا أعرف إنه القائمين أكيد عندهم نفس هذه الفكرة بس مين هو هذا الرجل الخفي ما حدي يعرف تصدق عبد الرحال مين اللي يجي يقوله والله عندنا توجيهات نوقفه والله عندنا تعليمات نقول من هو هذا الرجل أنا يوم القيامة بغشوفه في الدنيا أكيد ما فيه ما قد سألت عنه طيب لا نسأل مين طيب بس أنا أقول لك في حالة من في حالة من الانفتاح عند الموظفين في القطاعات الرقابية ولكن النتائج ما تعطي هذا الانفتاح ما تعطي هذا الشعور حكيني الحين الآن لأن الصدق ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف آلية الإنتاج في السعودية في الحين جزء من الآلية قسمت ليهاها إلى قسمين واحد إنك أنت بتقدمها لوزارة الإعلام عشان يعطون موافقة على النص هذا الخيار لا إذا كنت أنت تبغى يجاز النص كامل هذا علشان أبغى أنتج إيش ليش أقدم له مسلسل مسلسل هذا قلت لك بغض النظر يعرض على السعودية الأولى أو يعرض على الMBC طبعا هي الإجاز لأي عمل يصور على أراضي المملكة ربية السعودية بغض النظر للمنصة اللي سينشر فيها طبعا ممتاز فأنت تقدمها علشان تبغى تفتك مشكلة المنع اللاحق فأنا أقدم لك النص إيه علشان تقول لي أوكي نعم وامشي نعم وش الخيار هذا خياري هذا وش الإجباري الإجباري إنك أنت تقدم ملخص العمل للجي كام ويعطونك شهادة اسمها عدم ممانع بالتصوير وقدم الملخص فيه فكرة فيه فكرة العمل وتعطيهم يقول لك إحنا موافقين إنك تصور بس لازم تدينا المادة نشوفها أعطيك المادة تشوفها لما خلص لما تخلص أوكي علشان إيش عشان يقول لك تبثوا أو لا أوكي هذه هيئة الإعلام الملوسية الإعلام الملوسية بس لو تفكر فيها إيش الحل زي ما قلت لك يمكن لازم تنكتب تشريعات محددة طيب الحين وهذا الكلام كم صار له سنة يعني هذا يعتبر تعديل ترى الأخير زمان أعتقد كانت لازم تجاز لا ما كان لازم تجاز أبدا كانت تقدم وتاخذ إذن تصوير على الملخص بنفس الطريقة صديق عبد الرحمن المسألة شوي ما هي واضحة يعني تاخد تصريح بس بعدين لمن يشاهد ممكن يوقف بعد أنا ملاحظ أنه أكثر منع يتم بناء على آراء من خارج الجيكام وهذا هو الخطير لأنه أرجع أقول لك اقتصاديا لما أنت تصرف 15 مليون ريال وتقول أنا سويت هذا المشروع بعدين يصير يعني في عندنا أعمال تتوقف على صورة تنزل صورة في تويتر فييجي تليفون ما نعرف من مين ويقول لك لا وقفوها لأنه الأسهل يقول لك يا عمي فكنا من ذا الموضوع فكنا من ذا الموضوع هذه فيها 200 شخص لهم عقوق ولهم فلوس ولهم أجور ولهم يا أخي فكونا من ذا الموضوع طيب فكونا من ذا الموضوع هذا أولا اللي يقول فكونا من ذا الموضوع احنا ما نعرفه حتى الآن هو شخص وهمي احنا ما نعرفه لما نقابل الجهة المعنية في جي كام في غاية اللطف طيب خلونا نشوف خلونا نسوي بس أنا أقول أنه في دور مهم مدام البلد رايحة بهذا الشكل الجميل لدعم الفنون والترفيه هذه الأشياء لازم تحسن يعني أنت تقول البلد يصير فيها ميدل بيست والبلد يصير فيها حفلات والبلد يجي فيها كل الناس اللي تغني حوالين العالم والجميع الأنشطة ما يشبهنا أنك توقف عمل لأنه قالوا يمكن هالشي يغصد كذا ما ما تشبه عشان كذا في ناس تقولك لا والله الترفيه يشتغل بقوة تركيا على الشيخ وفي ناس يقولوا والله لو كان تركيا للشيخ في الصحة كانت قوية احنا ما نبغاها كذا احنا نبغاها زي ما أنت تفضلت سياسات وتشريعات ونبغا كل الناس يكونون عندهم هذه القوة وأنا أعتقد على فكرة أنها ما هي قوة أشخاص أنه فهم الأشخاص أنه البلد بتتغير وإحنا نعمل اللي يتوافق مع مع اللي قاعد يصير أكيد أن تركيا للشيخ فكر كذا طيب حين لما المسلسلات تعطونها هيئة الإعلام مريم اسمع يشوفون الحلقات كاملة اللي هي نفسها اللي راح تنشر على التلفزيون صح ويرد لك بملاحظاته عادة الملاحظات ايش والله كويسة والله مثل ايش يعني مثلا يقول لك احنا ما نبغا ما نبغا يكون في القتل بهذا الشكل فلو تخففوه وحيانا نرجع نقول لهم لا والله احنا نرى كذا فيقوله اوكي بس احنا مشكلتنا مع الرجل الخفي اه اي انما على مستوى الجيكام على مستوى الوزارة احس ان شيء برا الوزارة والله ما اعرف والله انا ما ادري اصلا ليش هم يسووه يعني انا وانت تقول لي احس انك انت يعني متصالح مع اللي الجاسة تسوي هيئة الإعلام لا انا متصالح لانه صار عندي علم اكيد لانه انا عندي ثلاثة مشاريع توقفت فانا انا لما اجي اتكلم اقول على هذا الموضوع ليش انا اشوفهم اكيد ما بيكذبون علي والله احنا عندنا التعليمات وخلينا نشوف وخلينا ننتظر انا عندي ضحايا حلال واقف عندي اهل الوادي واقف وعندي عمل طلب انه يوقف على الهوى يعني كانت في جهة بتبثه وقالوا لازم توقفو فهذا وهي كلها مبنية على انه الناس التفسيرات مختلفة احنا بنقول زي ما تفضل التشريعات يعني خلاص يطلع طيب وكم خسرت في الثلاثة هذين عندك اهل الوادي 15 ضحايا حلال 12 وهذاك لانه كان فيلم فيلم تلفزيوني بس هذا قول هذا استمر يعني راه يعني حوالي 22 مليون يعني حرام والله يعني انه يعني كيف تقدر تبني صناعة الشركات يعني ممكن تخسر بأسباب غير معروفة حتى اصلا يعني هذا اللي احنا نقوله اللي نقول الآن يعني لو نجي نتكلم المنطق كم عمل يصور في السعودية وكم عمل سعودي يصور بر السعودية وكم عمل سعودي يبدأ تصويره في السعودية بعدين يوقف ويروح يكمل بر السعودية هذه الاشياء اللي لازم يلتفت لها لازم ينظرون لها انها صناعة صناعة وراها بشر من 200 الى 300 انسان يعني انت بتصرف 15 مليون في 3 اربع شهور انت بتدفع مبالغ كبيرة في وقت ضيق ومحدد يعمل فيه مئات من الاشخاص هذا المشروع يجب انك تعامله زي اي صناعة في المملكة يتعامل صناعة الانتاج صناعة الغذاء صناعة المستشفيات صناعة التعليم هذه صناعة متكاملة انا اعتقد انه لازم ينظر له في منطقة ماذا يعني انه الامور زينا لا ما هي زينا هذا مشروع اقتصادي كبير في الجانب الاخر ياخي انا اقول لك المسألة كثير يعني يصور فيلم بمبالة كبيرة مثلا ويصور مسلسل مبالة كبيرة ويجي شي توقع ما اقصد فيه الفرقة فيها عازف يخرج وش تقصد الكبيرة وش اللي في بالك يعني لا لا ما في بالي انا اقول انه انت تجد ان المملكة تدعم مشروع كبير مثله عايز في بالك رشاش مثلا لا والله لا رشاش رشاش مثلا تصور برا السعودية تصور برا لعشان ما يدخلهم فيه جراءات ما اعرف بس ما اظن يمكن تقنيا ترى يمكن تقنيا كانوا يبقوا مستوى عالي من الجودة اعلى يعني واردة هذه طيب انا دحين على المسلسلات الان لو انتجتنا في الامارات هيئة العلامة مريم مسمع ما ليدخل فيهم ولا هل هم دخل فيه صح مسلسل النظام على مستوى العالم النظام في جميع دول العالم انه انت تاخد ترخيص من البلد اللي انت تصور فيها هذا النظام في كل مكان في العالم في السعودية احيانا تسأل عن مشروع لم يسور على العراضي السعودية وهذا غير هذا غير موجود ولذلك خلينا اقول لك في مصر لما تشد الرقابة في مصر والكويت تشد على نوعية مواضيع معينة يروحون يصورون مثلا في دول اخرى زي لبنان وتعرض ما في نظام في مصر او في الكويت يمنع بثها تبث لانه لم تصور على الاراضي المصرية او الاراضي الكويتية الان تلاحظ من 25 ل 30% من المسلسلات الكويتية تصور في البحرين النظام احنا لازم احنا لازم هذه منطقة التشريعات زي ما تفضلت يا عدرحمن انت في اول الكلام اللي خداعتنا واعتقدنا انا قاعدين سولت اعتقد انه لازم لازم نجلس على طاولة الصناع والمشرعين لانه احنا بنبدأ شيء من صفحة جديدة ونتكلم ونقول يا جماعة خلوها كذا وتعالوا نتكلم كذا في جمعية للمنتجين السعوديني اللي سوم معاها المنتجين اللي موجودين في هذا الجمعية اللي للأسف ما دعمت بشكل ممتاز رغم اللي أسسوها المحبين يعني هذا المنتجين اللي يعملون فيها الجمعية اشتولون بأكثر من 200 مليون طيب يجلس معاهم تكلم معاهم اخلق كيان جديد اذا انت ما تبغى هذا الكيان ساهم في انك تبني منظمة مجتمع مدني جديدة وادعمها وقول يا جماعة هذا اللي نبيه وهذا اللي ما نبيه حتى لو كان قاسي بس نبغى الامور مرة واضحة ما ودك تستثمر في شيء ثم يقف الحين الممولين اللي يدفعون فلوس على هذه المشاريع مين يعوضهم مين يعوض حسن مين يعوض القنوات مين يعوض الجهات المستثمرين ممكن انا جبت مستثمرين من عشرة اماكن في الدنيا مين يعوضهم اذول فهذه مسألة مهددة نفس الكلام اللي يقول لك احنا لازم يكون عندنا نظم وتشريعات الاستثمار الاجنبي عندما يأتي طيب هذا استثمار لازم تحلها برضو بشكل واضح لان حتى يعني احسنها غريب مرة مفهومة بالنسبة لي مرة غير فاهم يعني ما قدرت افهمها يعني لنا يعني من ممكن يعني اذا كذا انا كسعودي منتج خلاص بروح انتج في اي مكان ثاني فاقدر انتج في الوردن والا في الامارات والبحرين والا اي دولة وبيحها على اي جهة غير سعودية حتى وخلاص ولا عادي يمدي لله هيئة العلام مريم مسموع ولا يمديها تدخل يعني ما يمديها تروح يعني لان تستطيع هيئة العلام مريم مسموع انها تروح ترسل للنتفلكس اللي تقوله احدفها مسلسل عبد الرحمن ما يمديها بالتأكيد حسنتفلكس بتقول سلامات من انت يعني بالتأكيد فضبط اذا انت وتقيد الناس اللي تنتج على التفزين السعودي ولا في ام بي سي ولا في المنصات السعودية في او هونج بي او ماكس كلما هذول جايين اي لا لا اتخيل اني انا قيدك تماما وحط عليك قيود واقولك ترسلي النص قبل وممكن اوقفك متما ابغاء وممكن اسمحلك وممكن ما اسمحلك وحط عليك هذه القيود والحرية تكون مفتوحة للناس ثانين انهم يقدرون ينتجونه كثير فاعكيد انه الناس بتابع هذوله يعني قد رحمن رايحين كذا الناس يعني فعلا فيه شركات كثيرة الان وصلت لها المعلومة اللي انت استنتجتها وانت ما تعتبر نفسك ديب عميق في الانتاج فيه ناس وصلت انه انا اروح اصور فيه كذا واشتغل داخل استوديو ومنتج العمل وبيعه سيحصل هذا هي نفس فكرة العشرة شبابيك واحد ممنوع ولكن انت تقول كذا وطعنا من الشباك اللي بعده هذه قاعدة تصير انا اقول وبرضه في المقابل عشان كون منطقيين طب وش الحل الحل انك تقول الواحد ينتج طيب لو قرر واحد ان ينتج فيلم اباحي لو قرر وقال يا اخي لا البلد منفتحة لو جاء واحد قال انا والله ابغى اعمل مسلسل ضد الفكر اللي مش عارف كذا اللي يقول كذا ما ادري عشان كذا نقول لك نقول لكم في حل يالي ارجوك سمعنا انا بسمعك لان كنت ذكرتك بشي الكتب الان نفس الهيئة ترى يعني بس اني حس ان فيه ناس كثير او ان ايرث قديم عند الوزارة الاعلام اه ما اعرف والله بس هيئة الاعلام بريم سموع يعني في الجانب الاخر لما تجي للكتب تتعامل معها تتعامل مختلف الاصل في الكتب اللي تجي من بره السعودية انها مفسوح الى ان يطلع فيها عكس ذلك مهمت ليه؟ فالفسح يتم تلقائي تلقائي للكتب وللكتب السعودية نفس الطريقة الان اتوقعي اتذكر انه كان في حلقة برضه في سقرات كانت تكلم فيها رئيس هيئة النشر في السعودية فكان يقول نفس الكلام انه خلصوا للكتب اللي جنوبية والكتب اللي جنوبية تدخل السعودية مباشرة فسح تلقائي لانه تعاملوا مع الواقع انه واصلة 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 والسعودية نفس الشيء بيصير الاصل فيها ان كل شيء تمام انت تبقى تقول الدراما ليه ما يخلوها كذا الاصل فيها تمام ايه الاصل فيها انه ما في شيء غلط انك انت تعرفش الغضاء اذا غلط بيني بينك محكم هذي هي تشريحة طبعا هذا اللي نبغى نقوله بعدين باجي بك ليش انت غلط كذا لش انت سويت زي كذا لش انا برفع عليك قضية ولو نتحاكم بالقانون انا شوف الان انا فهمت فكرةك طبعا هذا واحد من الخيارات الاساسية حيرفع عليك قضية وحتتحاكم طبعا في كل شيء زي اللي سرق مفتاح وزي اللي هجم على بنك وزي اللي قتل واحد وزي اللي انتج مسلسل طبعا فاذا غلطت في اي مكان انا في الاخير بحاسبك بالقانون بالضبط بس ما هو معقولة انك تشيك على محتوائي يعني ما بمعقولة ما اتخيل تخيل انه يجون يقولون والله قبل يا عبد الرحمن تنشر الفنجان عطنا حقها وبتفرجها ان شاء الله ما يجونك بعد الحلقة هذه بس عبد الرحمن بس عبد الرحمن تقي صح بس انا خليني اكون صادق معك حقيقة شفت ايما اقول لك الرجل الخفي والله العظيم هذه حقيقة الرجل الخفي قد تكون لجنة مجموعة اربعة من الثمين ما عارف منهم ما عاد يعرف او انها بس تحوطات تخوفات من الناس بدون ما عادة بس انا احاقول لك لما نجلس مع وزارة الاعلام فعلا انت تشعر ان فيهم اكيد انت تتعامل معهم وتعرف انت تحس ان امور كويسة بس يجيك يقول لك كلمونا الجهات نبغى نتأكد احنا نبغى نقول لازم يقاتلوا من اجلنا لاسباب اقتصادية احنا الان كم ندفع على الحلقة عشان تجيزها الفين ريال يعني المسلسل ستين الف ريال يعني انا جزء من دخلك اذا لازم تشيد السيف وتقاتل من اجلي مش السيف معركة السيف المعنوي هذا اللي بقول لازم يقاتلوا وينتحروا من اجل من اجل الصناعة لازم ينتحروا من اجل شركة فرنسية تنتج في السعودية وشركة مصرية تنتج في السعودية وشركة كويتية تنتج في السعودية لازم يسهلوا كل الامور عشان الناس كلها تيجي عندك يعني فيه مسلسل سعودي والله ما عرف اسمه صوروا في السعودية 12 يوم بعدين خرجوا وراحوا يكملوا بلد ثانية ليش؟ ايش السبب؟ لازم نسأل انا عندي هالتساؤل انا عرفت هذا الكلام من يومين ثلاثة لازم نعرف ليش هذولا طلعوا ايش واجهوا مشاكل عشان عشان يرجعون ويستمرون اشتغلون معنا هذه ازمة كبيرة طيب الان هذه الحكومة واضحا فيه في التشريعات وفيها هذه تخلي الناس كثير تطلع من الشركات تنتج برات او يخلي ناس ما فيه تشريعات تطلع الناس بتطلع لانه ما فيه تشريعات على موضوع الصناعة وتحديدا على الرقابة طبعا فيه اجزاء ثانية فيه لاير تحتو فيه خلينا اقول لك فيه العمل مع المحترفين والهواة تعالنا اتفق اقتصاديا عشان اقول لك الاشياء لما تنطلق من شكل اقتصادي ستعيش وتستمر وتحقق عوائد والكل زي الحديقة رشيتها موية طلع الشجر الناس استانست اصبح الضلال وارفة انا اللي بقوله الان انت احنا متفقين لاسباب اقتصادية انه اذا فيه مسلسل او فيلم سعودي يعمل فيه السعوديين بعدد اكبر خلينا نقول انه مئة في المئة يعمل فيه سعوديين ربحك سيكون اعلى ما عندك سكن ولا تذاكر ولا مصروف جيب ولا اوتيلات ولا كذا فبالتالي اذا المشروع بالاجانب يكلفك عشر مليون بدون الاجانب ممكن يكلفك سبعة اذا اقتصاديين هو افضل لك والمستثمر يمشي وراء مصالح مصالح انه ينتج جودة عالية بسعر عادل ويكسب ولكن اذا اذا هذول المحترفين محدودين العدد محدود عندك دو او بي له مدير تصوير واضاءة مثلا سعوديين خمسة وانت تنتج في البلد اعمال اكثر من هذه الخمسة اعلانات مسلسلات افلام اذا لازم يكون فيه تنظيم للمحترفين اشتغلون في السعودية هذا يا عبد الرحمن من اخطر اخطر الازمات اللي ما ادري احيانا تحس احيانا تحس المشرع اي اي مشرع في الدنيا تحسه زي الفيل الضخم مع انه الفيل يقولون ذكي ولكن ممكن تنجرح اصبع وما يحس فيها اللي انا ابغى اقوله اذا انت تبغى تنتج لازم تعمل تنظيم واضح وفيه كرامة ومنظم لدخول للمحترفين لازم تعمل نظام للفريلانس يعني الان انت ايش تسوي الان انا اصور مسلسل لو اليوم 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 سوي نبريك عشان نسجل معك لو احنا بكرة طبت علينا الجوازات وحنا نصور انا عندي 126 موظف 126 عقد يشتغلوه معي في اللوكيشن كم شخص سيلقى القبض عليه 67 طبعا بالقانون ليه انا اقول لك اللي يدهن الجدار للديكور يشتغل مع شركة هو على كفالة شركة وحنا جاي عندنا عشان يضرب الدهان غير قانوني على عدم الكفالة مش على كفالتك لما تجي عند اللي ممكن طب تقول لي مين اللي ما يمسكونهم اللي جوا بالتأشيرات زيارة طيب لو انا ابغشتغل البلد هذي كم السعودية كم فيها شركة متخصصة في الدكور التلفزيوني دكور التلفزيوني لما انت جي تبقى تعمل غرفة داخل استوديو اكيد ما انت جاي بخشب سنديان انت تعمل قشرة فيك وتعمل شكل طب ما في شركات تعمل هذا الموضوع اصلا ما في شركة تسوي وانا مضطر اني اجيبه هذا الدهان فاقول للمؤسسة لما تجي تنقل انت على نظام اجير عشان تاخذ العامل اقول لك عندنا تفاصيل صناعية كم النظام يسمح لك انك تاخذ واحد وتحطه على كفالتك لهذه الفترة وتتحمل طيب هذا اجره باليوم عملية معقدة ولكن تخيل انه المهن الانتاجية عادة بيكون فيها تقريبا 75-76 مهنة لما السعودية تقول زي انظمة نطاقات بالضبط تيجي تقول احنا هذه المهنة مستهدفين فيها 50% في في الشركات البنوك 100% كذا تيجي تقول احنا مستهدفين مستهدفين السنة هذه رح نعطي اقامات على الجي كام لمئة مئة مدير تصوير وإظاءة يعملون في السعودية بترخيص المدة ثلاث سنوات مقابل تدريب هذول السعوديين فيصير هذا الرجل الامريكي الفرنسي البحريني كل الدول اللي فيها معاهد في مصر ييجي ياخذ اقامة على كفالة الجي كام أو بأي تنظيم يشرع هذه المسألة ويعمل في السعودية فريلانس بالقانون يجي واحد يقول لك أنا متخصص في الديكور التلفزيوني لما المملكة تسمح بدخول ستمائة شخص مثلا ضمن تنظيم معين حيشتغلون في البلد هذول اللي يشتغلوا في البلد حيدربوا ناس حواليهم بننتج الآن أعمال فيه أكثر من بلد اللي بغي أقوله لك في مصر بقول صديق لنا اسمه الدكتور عادي المغرب يشتغل معنا ديكور الملك فاروق مسلسل ملك فاروق إذا كنت شفته فبقوله يا عادي يا أخي الديكورات في مصر صناع قل لي يا حسن كانت فيه شركة للسينما تملكها الدولة جابونا أهم مهندسين إنجليز أكثر من مئة مهندس إنجليزي في مختلف وخلوهم خلوهم يعيشوا في البلد يشتغلوا ويدربوا ويسووا بعد ما مشقوا مصر هي أهم بلد تعمل فيها الدكورات فأنا أقول تنظيم للفريلانس أبوظبي 2-4 بتعمل كذا إيش يعملوا تجي أنت على 2-4 أعتقد 2-4-2-4 تجي عندهم تطلب تقول أنا بأخذ هوية أبغي أشتغل في الإمارات أنا مصور تدفع لهم رسوم عالية ويعطوك الحق أن تشتغل في البلد فريلانس طيب لما نبدو هذا الشي على المخرجين خلينا أخذ المخرجين كمثال لما نبدو قبل 10 سنوات كم في مخرج الآن إماراتي فيه لأنه جو تعلمه دبي للإستوديوهات تعمل كذا بفرق معك منتج يعني وش اللي يفرق معك في هذا التنظيم لما أنت تقول ممكن الدوازات تجي أكون قانوني أولا هناك سهل لهذه المسألة أي موجودين هم أصلا يعني تروح أنت عند جهات شبح حكومية من القطاع الخاص زيت وفور وتقول لهم أنا أعطوني قائمة بالفنين اللي عندكم أستفيد أني ما أدفع لا سكن ولا تذاكر ولا إقامة ولا مصروف جيب عنده قائمة موجود أنا الآن لما أجيب مصورين منين أجيبهم أجيبهم بر البلد أجيبهم بر البلد أجيبهم فيزا تايشتين زيارة زيارة أعمال يدخل البلد زيارة أعمال بس لازم تدي مصروف جيب ولازم تدي أوتيل ولازم لكن أنت لما تقول أي تالنت في العالم يبغي يشتغل يقدر يجي السعودية والسعودية تعمل كوتا هذا العدد وتراجعها كل سنتين كل ثلاثة تراجع تقول والله صار في عندي مصورين سعودين أبقلل صار في عندي أرض حقين الديكورات صاروا السعودين كويسين أقلل المهن اللي تشتغل في صناعة السينما وفي صناعة الإنتاج لازم أنك تسوي لهم تشريع يسمح لهم بالعمل حتى يتم تدريب السعودين وحتى توصل لقرار أنك تعمل معهد لل للفنون للفنون طيب بنجي للمعهد بس الآن هذا اللي جالسي يصير اليوم معك هو يخليك تزيد كلفة الإنتاج كثير بشكل غير عادي بس فيأثر على كلفة الإنتاج ولا يأثر على جودة الإنتاج لا يأثر على كلفة أولا يأثر على كلفة الإنتاج ويقلل بعض الشيء من فهم الفريق اللي وراء الكاميرا لطبيعة الإنتاج في المملكة شو تقصد؟ أعطيك مثال لما تجي أنا أقول أنا أقول هذه الأزمات سيتم التعامل معها حتى تصبح البلد مهيئة لصناعة الإنتاج التلفزيوني بشكل كامل يعني خلاص صارت المكينة كاملة فيه معاهد تخرج وفيه طلبة بيشتغله وفيه سوق للفريلانس بعدين حيقل للفريلانس بعدين حيقل للسعودي هذا طبيعي الزمن سيحقق ذلك أعطيك مثال إحنا مرة كنا نصور في مسلسل الأرض ديريكتر جاء حط صورة الأب الراحل المتوفي وحط عليه شريط أسود ما حد نتبه له إحنا السعودين ما نسوي كذا أنا أبغى أقول أنه لما يكون لما يكون القائمين على الصناعة السعودين أكيد هذا يوديها بحاسيسها لمكان ثاني الشعور يعني تلاقي مثلا أنت في المسلسلات اللي حضر الأكل حقين الأكسسوار أنا ما أدري هذه تفاصيل ما أعرف هي لما تلاقي في المسلسلات السعودية الفطور ما هو فطور سعودي تحسوا كذا كذا أنا أبغى أقول أنه لما يكون كل ما زادت العناصر السعودية في العمل صار الفطور وش المانع أنه تتلع العناصر السعودية العناصر السعودية الآن كلهم يعني كلهم هو فأنت تأخذهم يشتغلون معاك الآن لو تلاحظ أنت في المسلسلات فيه تغيير فيه تغيير في أنه المحلية صارت أكثر وضوحا بس تخيل لو هذول الخريجين تخيل لو هذا أرد دايركتر من المعهد السعودي للفنون تخيل لو هذا الدو بي حق الإضاءة من هذا المكان تخيل لو لو المصور لو الارد دايركتر لو الستايلست حق الملابس دائما استايلست الملابس إحنا استايلست الملابس أول ما يجي عندك يقول لك إحنا نبغى بدلة نبغى بيبيون نقول له لا إحنا لازم ثوب ولازم كذا كذا طب ليه ما نسوي ثوب وهو رايح لأبو نكتب عليه رسومات نقول له هذه نسويها في الجنادرية يعني عرفت فيه والله مجموعة ألف تفصيل صغيرة كمش يجبيركم وتجيبونهم طيب دا ما يفهمون لأ لأنهم محترفين بيسوي يعني بيقدر إذا حطيتوا على الطريق يكمل لك الأشياء ضمن مع هي مو مو بس إش يلبسك هو إيش يلبسك وكيف يسجلها على دفتر الراكورات اللي نكتب فيها الملابس وكيف يربطها بكل مشهد لأنه إحنا ندخل هذا المكان عبد الرحمن عندنا فيه عشرين مشهد عشرين مشهد هذي من الحلقة الأولى لن العاشرة فهو يدخل يعطيك المشاهد اللي فيه هذا المكان مع إنه مشاعرها وملابسها مختلفة تيجي عند المشهد الرابع فيجلس معاك المتخصص اللي دارس في الجامعة واللي اشتغل درس الإخراجي يجي عندك يقول لك هذا المشهد سبع وعشرين انت قاريه يعمل أبديت معاك يقول لك المشهد اللي قبله انت تلقيت خبر وفاة والدك لازم هنا مودك وإحساسك يكون كذا ويقول لك ترى انت لما صورناه قبل ستة أيام في هذا المكان تلقيك الخبر بالتليفون ترى نفسيتك انهارت تماما فلازم هنا تكون مرتبط باللي هنا وفي مبادرات منهم يوريك يقول لك شوف الفيديو شوف كيف كنت بتتبكي وهذا احنا بصورينه قبل سبوعين فيحط هذه اشياء علمية مدروسة مدروسة والخبرة تراكمها ما في مهنة في صنعتنا لا تسجل ولا توثق ولا تكون مرتبطة بالتصوير بتسلسل التصوير بمنطقه لانه انت تصور بعدين تروح منتاج بعدين تركب موسيقى بعدين تحط كالر بعدين عرفت بعدين تمستر يعني انا ترى واحد اتكلم من خارج الصناعة بس يريد اتابع فاودي اعرف فانو بحط الاسئلة فاودي اعرف فيش الفرق في مثلا في مثل هذا الاطار جف بالي يعني يوم قلت على الفطور وعلى بعض التفاصيل في الشكل فتذكر فيه فيلم شمس المعارف شفته شفته طبعا فكانوا كده يعني واضح يعني كانوا يأكلوا معصوب ومدري ايش ما هو يأكل لي مربه يعني مين المخرج سعودي هذا اللي بقوله الفريق كله كل الفريق سعودي وانتج فيلم سعودي وطلع فيلم سعودي يحبون السعوديين وبع في شباك التذاكر كم واحد اشتغل في هذا الفيلم تقدر تقطعه وتشغله في مية مسلسل في عشرين مسلسل ما تقدر بس ولا واحد منهم خريج معحد لا كيف ما عرف انا والله ما عرف لا 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 انا معاك بس في خبرة تراكمية اكيد صدعا اكيد طيب هذا اللي يحصل الآن لما نقول لك والله المسلسلات السعودية لو تتابعها الآن تحس زي شمس المعارف صار فيه تلاحظوا الآن مثلا كل المسلسلات السعودية الآن صار فيها اكثر زمان خلينا اعطيك هذه النقطة كثير مهمة احنا بدأنا الانتاج عام تسعة وثمانين عام تسعة وثمانين كنا لما ننتج مسلسل نجيب ستة وسبعين شخص من بره السعودية الآن كم نجيب كم ستة وسبعين نمثلون كم في المئة من العمل يمكن ثمانين في المئة والحين ممكن تعمل عمل سعودي احترافي وتجيب من بره ثمانية وعشرين 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 ممكن يعني ممكن الهد لأنه أنا أقول لك في ناس من المبتعثين اللي كانوا بره يدرسون تخصصات مختلفة ولكنهم كانوا بيأخذون كورسات ودراسات في الجامعة اللي كان مثلا اللي يشتغل في الطب وما أخذ ثلاث أيام في النيورك أكاديمي مثلا وكان كذا كذا هذه الأشياء علت طبعا علت الحين أنت لما تنزل من ستة وسبعين صار اللي يجوم معاك واحد وثلاثين أكثر وقاعدة تنزل أنا أتكلم هنا مو عن حل لحظي أنا أتكلم عن تنظيم الصناعة معاهد أكاديميات يدرسك أربع سنوات عشان تكتب نص النص علم زي الرياضيات أنت الآن إذا تجي عنده مهندس تقول له والله باك تسوي لي بيت أنت تقدر تقول له الأشياء التالية تقدر تقول له أبغى الغرف وسيعة تقدر تقول له باك تدخل أبغى صالون للرجال بعدين أبغى يفتح على مغسلة بعدين أبغى يطلع يلف عشان يكون فيه صفر الطعام بس ما تقدر تقول له المجاري وين ولا تقدر تقول له تحت الأرض وين ولا تقدر تقول له منين تعدي الأسلاك لأنها رياضيات لأنها علم فيجيك أحد يقول أنا عندي قصة وأنا أقدر أعمل ما في مشكلة هي تسع صفحات بس مين يحولها إلى منتج سيناريو علمي فيه أكت معين وفيه قفلة وفيه بداية وفيه نهاية وفيه دخول بطل وفيه إغلاق وفيه ألم وفيه حزن وفيه ترقب هذا علم هذا العلم يأخذه واحد متعلم من مئة واحد متعلم ولكن يبدع فيه أربعة ولا خمسة دكتور زي محمد راشد الفقه دكتور قلب شهير أكيد تخرجه معه في الجامعة عامية بس هو المميز بس أنا أقول في الأصل لازم يكون فيه علم بعدين المنهوبة هذة تكبر ويصير مبدع مميز في نفس الوقت الخليجي اللي أنت هاتي خليجي يشبه بعض إلى حد ما يعني ما أعتقد أن الإنتاج السعودي أقل بكثير من البحريني ولا الإنتاج السعودي أقل من الكويتي فهو كده حسن إنتاج خليجي نفس المشاكلة واحدة تتشابه إلى حد ما يعني عندنا هبع وفجر يعني كلهم ثلاثة يعني فقال صفين قالوا إحنا اثنين هذا عندهم معهد صورة ذهنية هذه هذه صورة ذهنية أنت متأثر فيها شخصيا الدراما الكويتية لها خمس سنوات تتغير تغيير جوهري وإحنا باقي السعودين في برامجنا نقول منيانها الحزة ونمزح الدراما الكويتية تتغير خلينا أعطيك مثال ادخل شاهد دخلت اليوم شاهد تبقى وصف رمضان اش عندك اي ادخل شاهد وشوف ما هي أعلى الأعمال في المشاهدة أمينة حاف سعاد عبد الله جوهر الآن من أهم الأعمال اللي تشاهد على شاهد أنا كل يوم أدخل شاهد وراقب أبقى أعرف السوق اش يصير فيه أدخل نتفليكس كل يوم وشوفه أدخل على هول أبقى أعرف الدنيا ايش قاعد يصير فيها الدراما الكويتية تتغير وإحنا مسيطرة علينا صورة ذهنية وحسنا الكويتين مستنسين يقولون خلهم هذولا باقي كذا كذا يعلقوا علينا إحنا قاعدين نتقدم ما في شك الكتابة في الكويتية كتابة احترافية احترافية؟ طبعا كتابة احترافية قديش النسبة؟ هذا موضوع ثاني يعني هل في مئة مسلسل وفي ثلاثة أربعة قوية هنا يصير زي ما قلت لك زي الدكتور محمد راشد الفقري عشرة تخرجوا من المعهد في أربع كتاب ممتازين بس لو زي مصر عندك ثمانية أكاديميات قديش يكون عندك كتاب؟ أنت أكيد بتقول صورتك الذهنية كمان أتوقع ما قاعد أفتري عليك صورتك الذهنية عن مصر أنه فيها كتاب أكثر مش كتاب أكثر لأن السكان أكثر كتاب أكثر لأن الكاديميات أكثر تونس فيها كتاب لأن الأكاديميات أكثر المغرب فيها كتاب أكثر لأن الأكاديميات أكثر الكويت فيها معهد واحد والعدد قليل ولكن أنا ما دافع عن الدراما الكويتية أنا أقول لك ويشرفني برضو دافع عن أي دراما عربية بس أنا بقول لك الدراما الكويتية قاعدت تتغير لأنه عندهم معهد ومن البداية الدراما الكويتية كانت أنت تعرف لين قبل الغزو؟ إلى أبي أمي مع التحية أبلم نيرة خالتي قماشة درب الزلق هذا نتاجيش هذا نتاج تأسيس الف 1963 أنا أبغى أقول لك كله انطلق من المعاهد أرجوك لا تتوهم أنه عدم وجود معاهد من قليل لا توقع الآن عندنا فيها يعني يعني إذا ما خانتنا الذاكرة ظهر فيه المعهد الملكي للفنون تابع رزارة الثقافة مش موجود أين شيء أعتقد أني لا إحنا سمعنا أنه فيه المعهد الملكي أنا أتكلم الآن إذا بس أنه لسه يعني أكيد أنه يعني إذا الدوب ومعلنون في معناة أنه إي أنا أنا اللي أقول اللي أقول إحنا السعودية قررت أشياء وتمت بشكل سريع بالله إحنا ما نسمع قديش المملكة كانت سريعة في التغييرات طيب ليه ما يستر أوردر اليوم بعد المغرب بعد المغرب يستأجر المبنى الضخم اللي موجود على طريق الملك فهد ولا موجود في جدة ولا في الرياض ويعمل معهد ونوقع اتفاقية مع نيورك أكاديمي ونبدأ بعد 365 يوم وعلى طول عندنا كتابة وعندنا تمثيل وعندنا كذا هذه من الأشياء اللي لازم وزارة الثقافة تسويها أمس لازم تعملها فورا هذه من الأشياء عبد الرحمن نعاسد ما لازم تستني مستثمر لأنه المستثمر لا ينظر إلى الفرصة لأنه ما هي فرصة تراكمية في السوق موجودة ما شاف في عشر سوبر ماركت نجحت وما شاف أربع محلات ذهب أنت بتجيب له منتج جديد اعمل السبارك ولعها خل المبنى يتم وقع مع أكاديمية تعمل هذا الشيء من 100 سنة زي نورك أكاديمي ولا زي أي كلية عالمية متخصة لندن للفنون ولا تجيبهم يشتغلون خلال 365 تنطلق هذه خليه شوف أنت قديش يتغير السوق إذا كل سنة يتخرج 300 70 أرت و40 ستايلست و50 أنا أتكلم عن الشيء الاحترافي البلد مليانة منتارية اللي بيعمل المونتاج أنا أتكلم عن الشغلة الاحترافي للموفي تخلي تخلي ذي قار لما يجوا ينتجوا في السعودية يفكروا أنهم يجيبوا عبد الله وناصر وخالد يشتغلوا معهم ليه يأخذها ويرجعها لندن ليه يصور ويروح يوديها على أمريكا هذا اللي أقصد أنا ما أتكلم على على الهوا الهوا اللي يسوونه عظيم وهم حجر الأساس اللي ينطلق أنا أتكلم عن الشغلة الاحترافي اللي يخلي عندك صناعة تدخلك ملايين مثل واحد يصير محترف بوجهة نظرك أنا أعتقد الممارسة لها دور كبير ولكن أنا أيد أن الناس تبدأ من منطلق أكاديمي أنا ماني أكاديمي ناص القصبي ما هو أكاديمي فايز المالكي ما هو أكاديمي أكثر مخرجين ما هم أكاديميين ولكن أنا أعتقد أن التعليم أساس الأشياء بالذات في المهن يعني يقول التمثيل موهبة ولكن أنا أعتقد أنه إذا أنت مخرج لازم لازم تدرسه هل هذا شرط فرض عين؟ لا أكيد مش فرض عين بس أنا أقول حالة التعليم لما تصير في البلد للفنون حتى على الصعيد الاجتماعي ترى لما يكون عندك ثلاث عيال واحد دخل الطب واحد دخل الكلية الأمنية وواحد دخل كلية الفنون هذا اجتماعيين ترى عامل تغيير مهم سيرون شيبان حنى شيبان أنا أقول والله واحد تخرج من الطب واحد تخرج من الفنون هذه برضو تخلي الناس يصير عندها كمان إيمان أكثر طيب دحين يجي في بالي برضو اللي هو خلال السنوات الماضية زاد عدد السعوديين في هذا المجال في هذا الساعة وكثروا وقدروا أنهم حتى ينافسوا الإنتاج إلا أنه لا تزال الظاهرة أو الشكل العام أنه المخرجين لكل المسلسلات أو معظم مسلسلات اللي تعرض في رمضان أو في شاهد أو حتى في الصدفة فهو دي أعرف منك حين أنا بحطه في التراض فإذا ما هو صحيح صحيح لي بالله أنه أغلبهم هو السعوديين المخرجين الكتاب هو السعوديين بأخذ الكتابة والإخراج ومثلا ممكن بدي التصوير كأبرز الأشياء الأساسية فلا يزال هذا حاضر فيه غير السعودي فتلقى مثلا يعني الكتابة تلقى أردني أو مصري وأحيانا حتى نروح نجيب تركي أو نجيب بريطاني وما يغير في طريقة الانتاج فليش لا تزال هذه مسيطرة عليها غير السعوديين هو نرجع نقول أنه الكتابة هي فكرة علمية أكاديمية في أصلها في واحد يدخل معهد بيتعلم كيف يكتب يبدأ أول شيء كيف يفكر كيف يعمل كيف يعمل كيف يعمل كيف يعمل كيف يشرح كيف يعمل هذا علم ممكن يدرسها ولكنه ما يكون موفق فيها أنت لما نجيب من أي دول برة فأنت تجيب أحسن الناس اللي تعتقد أنهم يخدموا مشروعك في الكتابة في سعوديين الآن بيطلعوا ككتاب يقدروا يشتغلوا يعني مثلا لما تعمل أنت مسلسل ممكن تجيب كاتب مثلا المصريين ما نجحوا معنا المصريين ما نجحوا في العمال السعوديين المصريين مغرقين في مصريتهم يعني ممكن إحنا السوريين الأردنيين بشكل أكبر من غيرهم في الكتابة أنت بتجيب المحترف اللي هو اللي هو الترزي اللي يعرف يعرف علميا كيف لازم تنبني الشخصية ولكن ما في مسلسل سعودي تقدر تشتغله من غير ما يكون معاك أحد محلي المحلي ممكن ما يكون محترف ولكن أنت لما تخليهم يشتغلوا مع بعض اللي بيصير أنه هذا بيشوف العلم وهذا السعودي اللي أنت جايب ولأنه أنت مؤمن بموهبته بيشتغل مع هذا المحترف لكن بيقول له لا إحنا ما نسوي كذا خلينا نعملها كذا خلينا نسويها كذا هذا مع الوقت صنع كتاب يعني يمكن أنا ما أعرف إحنا بالنسبة للصدف ما في عمل نسويه حتلاقيه على أشارات المسلسلات لازم يكون موجود معاه يعني سعد جابري مثلا مسيطر على الوجود في أغلب المسلسلات عندكم لنا سنين وحشنا والله عادل لنا أكثر من ست سنوات ما أشتغلنا معاك ما أشتغلتنا علم يقوله لو تبدأ كذا تفكر كذا علم يعني زي زي الهندسة بس أنا أقول لك مثلا الموهبة في هذا المكان موجودة خلف العنزي الحربي عفوا خلف الحربي خلف الحربي موجود وبيشتغل علاء حمزة أنا أعتبره سعودي سوداني هو لكنه من موليد البلد وعاش في البلد فاروق الشعيبي عندك والله أسماء في الآن عندنا بنت سعودية ممتازة أسماء فاطمة الأقزم فيه نورة أبو شوشة فيه سارة طيبة اللي كاتبت جميل جدا فيه أسماء فيه ناس الآن بيتعلموا أنا كنت في لوس أنجلوس قبل آخر صيف أعتقد قبل كورونا كانت كانت فيه فيه شي بتنظمه جامعة جنوب كاليفورنيا مع MBC فكنت موجود بالمصادفة في لوس أنجلوس ولقيت حوالي ستة سعودين موجودين هناك منهم صارة طيبة وعرفت منها أنه سنتين ثلاثة بيروحون يقعدون أربع شهور يتعلمون كيف الكتابة أنا أبغى أقول أنه العلم أساس فيه ناس الآن بيأخذون دورات مكثفة على الأولاين مع كتاب عالميين في MBC أكاديمي الآن بتعمل دورات أولاين أنا أبغى أقول أنه ابتدى التدريب لازم أربع سنوات أتمنى بس مو شرط قصة الأهم من يكون فيه هذا الأساس الصلب أنا أعتقد أنه السوق رايح بالاتجاه هذا ولكن إذا صار فيه معاهد وفيه تشريعات وفيه أنظم وفيه كذا هذا حيخلي صناعتنا توصل للعالم أسرع طيب شفت وين تو ثري أكشن؟ لا ما شفته؟ لا والله ما شفته سعودي هذا؟ هذا فيلم أنتجته ميسا مغربي لا والله ما شفته بس سمعت عنه سمعت عنه أنه دخل السينما وما استمر أو شيء ظهر أنه جرس يوم ويومين وطلع من السينما بس يجي في بالي هذا أحسني كثرت من أن يجي في بالي بس الفكرة لا والله بالأكل إيش الفرق اللي أنت تشوفه اللي يخلى شمس المعارف ينجح وون تو ثري أكشن يفشل يعني هذا أنا لش أريد أن أقارنهم أن هذا هو جيل جديد من الإنتاج وهذا اللي هو جيل الإنتاج التلفزيوني اللي دائما نشوفه فيه أنا أعتقد أنه شمس المعارف مع كامل الحب للكل أنا أعتقد أن نشتغله بضمير الأب الصالح ما شتقصت؟ يعني أقصد أنا أشوف أنهم جلسوا فترة يعني ما أعرف والله ما أعرف ظروف عمل بس أكيد أنه شمس المعارف مستحيل يكونوا حذروله أقل من سنة مستحيل والعمل الآخر أنا ما شفته ولكن طبعا مسألة أنها تنجح هذه زي كنتاكي هذه خلطة سرية عند الله ما أقدر أقول لك يا عبد الرحمن سوينا أربع حلقات في ثمانية ممتازة واثنين جيد جداً وثلاثة على الفحم أكيد ما أحد يقدر سويها ولكن أنا أقول لك أنه على الأقل أنا أعتقد أنه شمس المعارف تعاملوا بجدية متناهية مع الموضوع درسوا المشاكل قال لك أنا أبغى مدرسة تكون حقيقية قال لك أنا أبغى ممثلي يكون حقيقي أنا بغى أجيب شباب يقولون كلام وإن كان مؤذي بس أنا أكيد ما حكون زي الرقيب أنا أقول أنه من حق أي أحد يقول أي شيء يعني هم في الأخير مصنفت صديق بالضبط أنا بغى أقول أنه أكيد أنه هم اشتغلوا وكان عندهم التحدي أن يخلوا سعودي يعني إذا حاولت أنك تخلي الأشياء السعودية أكثر فرص نجاحها إنها تصل إلى قلب المتلقي السعودي أكثر اللي هو سوقنا الأهم هذا رأيك هذا رأيك أوكي الوقت هذه ثاني مرة تقوله في خلال النقاش كما لو أن الوقت عنصر مهم أنه الأشياء يجب أن تأخذ وقتها في الإنتاج اللي جالسي تم اليوم على يعني سواء عندكم على MBC الوقت واضح أنه ما يأخذ وقته الأشياء ما تأخذك تأعفون عند MBC أكيد أنهم هما يحرصون على كده لكن عندنا إحنا مثلا كصدف نحرص نحرص أنه الأشياء تأخذ وقتها مش كل شيء يأخذ وقته ليش الأشياء ما تأخذ وقتها يعني اللي أنت تقولها حسني أشعر فيه أن الكاتب كتب وفجأة بدوا يصورون أن المصور صور وفجأة مدري شلون لأنه إيش اللي سير تلقى حلقة 15 تنشر في رمضان وهم لسه ما خلصوا المسلسل الأشياء ما يعني ما يبديها تطبخ هذا موجود بس إذا موجود هذا موجود بس سيد الرحمن الصناعة فعلا والله بتتغير ليش إحنا ما كنا نحكي عن التشريعات قبل 10 سنين الحين نحكي عن التشريعات لأنه في تفاول في أمل السوق بيتغير هذه قلت كان زمان ممكن ليش طيب ليش كانت موجودة كانت موجودة لأنه الاتفاق مع القنوات يتأخر عدم وضوح الشو العمل اللي محدد لرمضان ما يطلع في وقت مبكر أعتقد أنه هذا الموضوع أصبح أقل لأنه صارت فيه استراتيجيات كبيرة والناس تعرف من بدري إيش هتنتجي قل ما أصبح مش موجود ولكنه قل بنسبة كبيرة تتوقع العاصف خلصه من زمان من أربع شهور طبعا من أربع شهور أو خمسة شهور يعني خلصه بوقت كافي عشان كذا يقول لك صار فيه وعي بأهمية الوقت يعني هذه مسألة مهمة وصاروا الناس عارفين أنه الآن في جودة المشاهد السعودي بيشوفك وبيشوف شاهد بيشوف نتفلكس وبيتشوف هولو وبيدخل على قبل بيشوفهم كلهم فالناس داخلها تقول يا عمي خلونا نسوي شيء كويس ونحضر مبدري طيب اليوم نحن نشتكي دائما الناس تقول أنه الانتاج الخليجي والانتاج السعودي سيء يعني هذه الصورة العامة والكلام اللي الناس دائما تقوله والانتقدات مع ذلك تلقاه محظم المسلسلات مشاهدة فمين اللي يشتكي ومين اللي يشوف وهل هو بس الناس يشتكي لنا تشتكي بس الناس تحب هذا النوع يعني مثلا شباب بالبومب مدري اش رايك فيه اش رايك فيه انا رأيي انه لون مهم وموجود ويجب احترامه وانا اتعاملت مع فيصل عيسى مرتين عقل واعي وذكي وعارف اش يبغى بالملي فيصل ليس عامر اللي موجود في المسلسل عامر هو كاركتر بيسويه فيصل عيسى فيصل ذكي ويعرف شريحة ويتعامل معها بجدية فممكن انك تنتج شباب بالبومب يعني انا انتشت مامجي اوكي لفيصل وعمل مشاهدات عالية انتشت واشتبي بس اه اللي على شاهد اللي على شاهد وعمل مشاهدات خرافية عشان كده اقول لك فيصل عنده شي فمين احنا لا انا اقول لك يعني ليس في ناس تنتقد والكل يتعب انا اعتقد احنا كسعودين يعني دائما نقادين ودائما ننقد وهذا شي هذا شي ما هو غلط وما هو صح ما ادري وش في النص يعني ما عارف الله وش يقول لك بس انا ما بغى اربط بين انه انت تنقد او تستمر في صناعتك هذا لازم يستمر يقول رأيه وهذا يستمر يسوي شغله يعني انا بقول لك هي برضو يعني لازم يكون فيه الوان مختلفة يمكن اللي ما يعجبك يعيز بالثاني ولكن انا تجربتي مع الاعمال انه ما هو كل شي يعني مثلا تويتر ليس المحرك الاساسي للمشاهدات والناس كلها عارف احنا كل الناس صارت عارفة انه هذا لا يمثل الرأي العام للسعودي الرأي العام الاثنين وثلاثين مقيم يعيش يعني مش مقيم انه انا اقول لك اثنين وثلاثين نفس تعيش في هذه البلد اكيد ما حيكون ستين الف تغريدة ولا مئة الف تغريدة ولا عشاء الف تغريدة ولا سنابات ولا كذا الرأي العام في الاغلبية الصامتة الاغلبية اللي عادة ما تعب الرأيها لكنها بتشوف لذلك لما احد يقول لك والله يا اخي العمل هذا ناصر القصبي هجم هجوم كبير كذا على ارقام بحقك ناصر لم يقول لك والله ام بي سي مش عارف كذا كذا والهجوم احيانا يصير على ام بي سي او يصير على قناة كذا كذا هي رقم واحد لما تقول والله التلفزيون السعودي قاعد سوى برنامج وهذا والناس بتشوفه فزي منت اتفضلت انا اعتقد انه وجود جهات وانا سمعت انه السنة هذي حيكون اول سنة حيكون في اجهزة قياس سويتها الدولة اعتقد شركة نيلسون سمعت عنها درحمن لا 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 بس يعني انا سمعت انا سمعت اللي اصلا التلفزيون مشاهداته بتقل صح تقدر تأخذه من الديجيتال ايه تقدر ولكن الان لازال التلفزيون قوي وموجود حيطيك مؤشرات حقيقية طيب ما تتعرف ان المسلسل ناجح انا اعتقد يعني لما نيطلب منه جزء ثاني فبعتبر مثلا انه القناة رأت انه نجح الان مع وجود الديجيتال صار ارقام المشاهدة تعطيك الاغلبية الصامتة اللي ما يعنيها سوشال ميديا ولا يعني اللي مثلا تشوف وتستانس واجهزة القياس بتقول انها قاعدة تشوف اه وبالنسبة للقناة اذا طلبت شي ثاني وشلون كانوا يقيمون والله ما اعرف لكن انا اعتقد انه انه يعودوا للارقام يعني اكيد انه عندهم شيء يعني هذا المنطق يقول كذا انه طب لما تحط اسماء معروفة يساعد المسلسل انه ينجح ولا مهم والله اكون صادق معك في السنين الاخيرة احس ان الناس صار يهمها المحتوى المحتوى اكثر انه موضوع يلامسهم اكثر طبيعي اكثر احس كذا ليش لما ناخذ الاعلانات ولا الانتاج غير التلفزيوني تجد ان السعودين موجودين سواء في الكتابة ولا في الاخراج ولا في التصوير وتشوفها صارت افضل حتى انتاجها صار جودته افضل الناس بدت تتفاعل معها بشكل احسن لانه صارت اقرب بس ليش صار موجود في الانتاج الدعائي والاعلاني والتسويق الرقمي وما انطلع نفس الشي على لانه انا في رأي شخصي انه انتاج الاعلان انتاج مركز مشروع ممكن تاخذ فيه ماكسما شهر ونص شهرين المسلسل عشان تشتغل فيه تدخل الى سنة ونص فطبيعي يعني انه انه انت تاخذ محترفين اكثر الفريق اللي اشتغل الاعلان عدده اقل بكثير من الفريق اللي اشتغل الانتاج عشان تعمل مسلسل 150 160 200 300 احيانا 400 احيانا 600 حسب المشروع انا اعتقد انه فترة صناعة الاعلان اقل واكثر دقة اكثر دقة اقصد في الوقت ما اقصد دقة انه اقصد خلينا نقول انه زمن انت تدخل وتشتغل عليه وبصراحة الاعلانات بتمر من ضمن ايجنسي الاجنسي هذا عادة اللي انا اعرفه من الناس اللي بيعملون اعلانات انه بيمر بخطوات اسرع من التلفزيون يعني انا اعتقد انه اكثر الاعلانات ممكن تتصور في يوم في يومين المسلسل ممكن ياخذ 150 يوم 160 يوم هل انت تقول السعودي نفسك يصير؟ لا اقول انه الانتاج للاعلان تستطيع ان تركز فيه بتكثيف وتنتجه فيه وقت اقل باقل الامكانيات المسلسل ما تقدر انك انت تستمر 150 يوم من غير ما يكون معاك مجموعة كبيرة من المحترفين هذه مسألة اساسية وارجع اقول لك الان احنا نصور سندس الان اللي بنصوره عندنا عدد كبير من المتدربين جايين من اكاديمية MBC متدربين جايين اصلا بيقدموا على الشركة المنتجة وبيقول لك احنا نريد انتدرب معاكم الاعداد بالزيد يعني احنا معانا اللي ماسك الملابس سعودية افنان الزهبي ممتازة جدا هذا ثالث عمل لها وصارت تطلب وارتب جداول معاها لكن اش سوت هي اخذت دورات ودرست وسافرت حابة حابة انها تشتغل في انها تكون ستايلست في مشروع وتعرف انه الستايلست مش معناها فستان حلو لانه المسلسل في احد غني وفي فقير وفي مسكين وفي منتف وفي مدريل راحت درست وتعلمت واستثمرت في نفسها الميك اوب سعودية درست فين في امريكا انا بغا اقول لك انه لما نيجي احد في نيورك اكاديمي النداء خوجة لو جوت مخرج سعودي بيطلب مبلغ فلك تقوله لا بغض النظر عن تنسيت لا اي مخرج يطلب مبلغ فلكي خارز اسعار السوق اكيد حنقوله لا هل اسعار سعوديين خارج اسعار السوق للانتاج التعليوني لا لا يمكنني اخبرنا فلوس اكثر في الانتاج الدعائي لا لا هي على فكرة انت لما تجيب احد من برا مثلا مثلا خلني اعطيك تجيب مدير تصوير واضاءة مثلا بريطاني فانت مثلا تعطي 1500 دولار في اليوم وتعطيه مصروف جيب وتعطي سكن وتوزع قيمة التذكير وقيمة التأشير والتكاليف هذه كلها يوصل 2000 دولار في اليوم لو اخذ السعودي 1200 دولار بالعكس هو ارخص لو اخذ 1800 لو اخذ 1800 هو اأمن وارخص لا ما اعتقد انه اسباب التسعير لها علاقة في هذا الموضوع اعتقد لها علاقة بعدد المحترفين يعني انا اقول لك السعودية خلينا نقول كذا بس اكزامبل مثلا فيها 100 محترف سعودي وانت تحتاج 1000 هذه هي باختصار المسألة سهلا لازم نشتغل على زيادة عدد المحترفين فلان العرض والطلب فعشان كده يمكن سعارهم اعلى بس هذا جبالي لانها توقع انه بالنسبة للإعلانات والسوق دخل الإعلان عبد الرحمن في اليوم اقل يعني انت تخيل تيجي في اليوم انت مخرج تعمل الإعلان يعني مدير تصوير ياخذ توقع يومية ب10,000 ريال طيب لما انت تجيبه 10,000 ريال انه اشتغل مسلسل ما تقدر تعطي ولا تقدر تعطي البريطانيا اصلا ولا تقدر تعطي الأمريكي ما تقدر تعطي في كل الحالات تسعير الإعلان مختلف انت بتقوله انا اليوم بتديك عشرة والبروبس تقوله حديك كذا حق الاكسسوار وبتقوله حق الملابس حديك كذا بس انت زابط ميزانية في حدود 800,000 اللي 400,000 على يومين تصوير بس انت تشتغل على وانت شوف مسلسل كامل ممكن يوصل لك 10,000,000 15,000 مليون تقعد تصور فيه 6 شهور وهذا اعلان ممكن ياخذ منك 800,000 800,000 ما تقدر تضربها في 150 يوم وتقول والله انا لو صورت بطريقة الاعلان المسلسل حيصير بـ 50,000,000 مليون ما حد تقدر تبيعه ولا يشتري منك احد لما جبنا مخرجين وكتاب غير سعوديين حتى لما نقول بريطاني أو تركي أو أي أن يكون هل أضاف للإنتاج السعودي انا اعتقد ان الكتاب الانجليز اضافوا لرشاش انا اعتقد هذا الكلام مهم في ناس يقول انه أساء لرشاش انا ما اتفق بعم انا اعتقد انه اني اصبح نص واضح انه مترس بس رشاش من أهم وأكثر العمال اللي شاهدوها الناس لأن القصة مبلغ لأجل الكتابة لأن القصة مهمة طب لو انكتبت بشكل طلع رشاش اخذ مسدس وقتل عشرة وكل حلقة يرش على اثنين ولم يبنوها لك بشكل سيناريو احترافي ما تقرى تقول هالكلام عبد الرحمن بنو علميا سوى الحلقات كما يجب فيه موشن فيه مشاعر داخلية كتبها أحد ولكن أكيد فيه فريق سعودي يشتغلوا معهم في الإعداد المحلي في المراجعة هذا عمل يشتغلوا فيه أكثر من 400 شخص ما يمكن اختصاره فيه أنه أنت اختصرته تبا اختصرته أظن أنت ما تشوفه عمل مهم أنا شوفه وثيقة أنا شفته كامل عاجبني بس أنا أقول أنه يعني مثلا النخرج البريطاني هو أصلا في بريطانيا ما أحد يطالع فهو بس جبناه لأنه جنسية بريطانية لم يكن لأنه منتج بريطاني فضيع يعني آخر هذا قرار مبسي ولكن من خبرتي في التعامل مع مبسي ما يجيبوا على أنه عيون خذرة ولا أنه بريطاني صدقني أنا أتعامل معهم عن قرب وأنا بنتج مع مبسي تلكها تشوف أنا أقول لك لا أكيد جابوا الآن إحنا خلينا نتفق أنت ترى أنه العمل ناجح إيه طيب بس ليست للأعطاء هم جابوا لأنه حيعملهم عمل ناجح إذن تجربتهم لما جابوا هذا المخرج في هذا المسلسل وعمل هذه النتيجة أنا أعتقد أنه كان ناجح أنا اشتغلت في العمل دور صغير شكرا شكرا كان دور ضابط في التحقيق مسؤولة أنا صغير يعني دور صغير جدا بس حقيقة المخرج كان احترافي في التعامل كان يراجع معك المشهد ويتأكد يعني أعطيك مثال كان أنا كنت أدخل فكان كنت أعتقد ما أعرف يعني ما أدري فبقول أنه لما يدخل عندك الضابط فأنا اشتهت بقول له كذا الضابط يدخل عندك فيقول لي مش عارف طالب فأنا أقول له كذا يعني أني برد التحية فقال لي هذول زملاك بيشتغلوا معك في هذا المكتب من ثلاثين سنة هل أنت كل يوم تعتقد في الطبيعي تقول له كذا كلامه في منطق هذا شيء أنا أقول مع أنه ما له علاقة بالكرشة له له بمساعدة المخرج أن يوصل لك العفوية على مستوى التكنيك أنا أعتقد أن العمل كان متقدم كان متقدم الآن في كثير من الناس لما نشيب العمل يقول لك والله أنا حسوي مسجسر والله إن شاء الله نلمس عرجاش يعني صار هو هو أصبح معيار جديد أي معيار جديد لكن لأنه برضو كلفته عالية جدا القصة اللي فيها عالية جدا يعني قصة الناس تبقى تسمع فيها تبقى ما كان الناس كيف يعني تحصل على الأشياء مبلئ أنه مخراج وكان رائع كنت لي يعني أنا أنا عن نفسي والله عجبني جدا بس أنا حقول لك الآن اللي أنتجوا هالمسلسل ما قالوا والله هذا آخر مسلسل بنقفل صحيح والسوق موجود والشغل مستمر وأنا أعتقد أنه باب كبير ينفتح لرفع مستوى جودة الأعمال السعودية والأعمال السعودية ستكون رقم مهم مهم جدا اللهقة حضرتك مش واضحة ولا ما عم نفهم عليهم شو بيقولوا وخصك تفهم شو نقول هذا الكلام كله سينتهي عندنا موسيقى سعودية قوية جدا عندنا دبابة اسمها محمد عبدو عندنا دبابة اسمها راشد الماجد عندنا دبابة اسمها عبد المجيد عبد الله عندنا دبابات شغالة من ثلاثين سنة قاعدة توصل كلماتنا ما في أحد ناطق بالعربية في العالم ما يعرف السعودين كيف يتكلمون فهذه الخدعة الكبيرة مش موجودة الآن باقي أنه أقدم أعمال بجودة عالية وستبث على منصة عظيمة زي شاهد وتنتشر في كل مكان وحيشوفونا أنا أعتقد أظن ما عندي حصائيات بس أنا أظن أنه أرقام المسلسلات السعودية شوية شوية بتعلا بسرعة ما هو بسرعة هذا مع الوقت هنعرف بسهولة كلام قلت أنت عام 1960 لا قلت عن فكرة أن الموسيقى توصلنا بس ما كان عندنا منصات توصلنا ما كانت عندنا منصات توصلنا بهذا الشكل هذا شيء مهم وين وين القوة المختلفة أنت ممكن يكون عندك أحلى صوت بس ما حد يطلعك على الحفلة إحنا الآن بغا حد يطلعنا على البست بس طب تتوقع أن أن اليوم الإنتاج السعودي قوة في الدراما أو في الكوميديا أو في أي نوع من الإنتاج الفني في المسلسلات ولا سعودين يتميزون في أكثر أنا رأي السعودين الآن يتميزون في النوعية اللي قدموها الجيل الجديد عندهم وجهة نظر مختلفة زي ما أنت قلت شمس المعارف طريقة جريئة ما عنده الخوف من الرقيب التراكمي سوى بكل أريحيل إنه جاي من اليوتيوب فعنده شجاعة ما هي موجودة عندي ما هي موجودة عن جيلي تعامل أنا أعتقد لا حقيقي ما عنده حسابات الخوف اللي عندك اللي ممكن ما لازم أنك تعيش فيها بس يعني الإنسان أنا ابن زمنه يعني ابن الأشياء اللي تراكمت أنا أعتقد القوة في النوعية الجديدة اللي قاعدين يسوونها الجيل الشباب الجديد عندي إيمان أنه هذول هم اللي رح يصنعون الفرق ليش الدراما دائما كانت عنصر نقطة ضعف بالنسبة للسعودية يعني يمكن في الإنتاج السعودي الكوميديا هي اللي تتابع يمكن إذا خرج شيء من الإنتاج السعودي بشكل جيد يكون عادة في إدار الكوميديا لأنه يعتمد على الاجتهاد أكثر ما يحتاج الأدوات الاحترافية العلمية في الكتاب لأنه يعني إحنا الكل يجلس في التصوير وعندنا سكريبت مبدئي ونتكلم وفلان إن شاء الله يفتح عليه وفلان كذا كذا هل هذا علمي مو علمي هذا موضوع نقاش آخر ولكن هذه طريقة السلي السلي كوميدي هذا يعني هذا لون فأنا أعتقد أنه هذا هذا النوع كان كان هو الأسهل في صناعة المحتوى له وبعدين محاذير الدراما السعودية أقوى يعني ما تقدر أنت تطرح كل الأشياء بأريحية في الدراما الآن الأمور أفضل ولكنها غير غير مش معمولة بشكل مؤسسي هل تشوف منطقينا كل مسلسل رسالة لا لا رسالة مفترض أنها لا لا طبعا لا لا هذه هذه زي لنا خصوصية طبعا لا لا الفن لأجل الفن الفن هو لأجل الفن والفن هو للترفيه والفن فيه رسالة وقد لا يكون فيه رسالة لا الفن منتج طب ليش يحافظون عليها تلقاها في السعودية أو يمكن حتى خليجيا أن رسالة الأساس والفن ثانوي أنا أعتقد أنها تلقى كذا لازم لا كليشة كليشة يعني يعني تلقاها بدأها وزير قبل سبعين سنة وقال أنه إحنا يعني ممكن كانوا ناس زعلانين أتصور هذه قصة بتراضية ناس زعلانين أنه ليش طلع مسلسل وكان مفروض التلفزيون للأطفال ويسوون برامج خبار فقال نحن نقدم رسالة والفن نقدم رسالة واستمسوا اللي حواليه وانتشرات وصارت لا الفن طبعا حلو أنه يكون في رسالة يعني أصلا أنت لما تقدم موضوع في مورال في كلمة أساسية أنت داخلك ككاتب تبقى تقولها وممكن على فكرة تبقى تقولها والكل شغال فيه كمشروع وكذا ممكن يكون فيه لكن هل شرط أن يكون رسالة لا طبعا الترفيه رسالة ادخال السرور على قلوب الناس رسالة اسعادهم رسالة تذكيرهم وبعدين من تجربتي والله يا عبد الرحمن شفت الناس يقرؤون الأعمال بأشكال مختلفة يقابلك أحد يقول لك يا أخي أنت لما سويت كذا صراحة عجبني المعنى اللي تقصده والله ما قطر في عقل أمي اللي هو يقول الناس تقرأ الأشياء بشكل مختلف وهذا على فكرة هذا رائع هذه يعني هذه فكرة القصص أنه الناس شوفها بشكل بشكل مختلف على طار القصص أبأقول لك سالفة كذا سريعة الله يرحم وصالح كامل كنت كلمني عام 95 وقال لي يا أخ حسن احنا نبغى أو 94 احنا بنسوي قنوات اسمي RT كذا كذا ونبغىك تيجي تمسك معنا في الدراما فقال لي أول عمل أبغى سويه أبغى سوي عمل عن مناسك الحج وأبغى سويها دراما فقلت له أنا أمزح معاه قلت له والله ممتاز يعني خلينا على أقل نحط صفة شرعية على الموضوع لأنه هذا بين الحلال والحرام قال لي البطل سيكون مفتي تونس يا رجل والله العظيم ما أذكر اسمه فلما جاء مفتي تونس اشتغل معنا في هذا العمل وصورنا وحطينا خيام وسوينا أشياء بسيطة انتاجيا نشرح للحاج كيف يكون وكان يبغى يبثوا لكل المسلمين في العالم من قنوان كذا فلما جلست مع إحنا دائما عندنا أسئلة الحلال والحرام موجودة فبقول له تعتقد يا شيخ أنه الدراما حلال فقال لي بالتأكيد الدراما هي صنيعة الله فطبعا هذا الكلام صراحة شوي يعني يخلي الواحد يرتعش كنا فقال لي القرآن من أهم الأشياء اللي فيه القصص كان الله قادرا بعظمتي ومشيئتي أن يصنع شكل لنا غير القصص أنت الآن بعقلك ما تصل ولكن قصة سيدنا يوسف هي دراما وقصة كذا دراما وقصة كذا دراما فهذا أعطاني نوع من التشجع أنه لأسوي حلال ما أعرف ليش تقلتها في النسك لا لا ممتاز بس يعني هذا الشي دائما يعني يمكن تشوفه على الانتاج الخليجي اللي هو معالجة القضايا والبعد عن القصص والأفكار والفن لأجل الفن وأتوقع كان فيه تجربة مثلا مختلفة وهذا دائما كذا يخلي المشهد الخليجي يشبه بعض فلما نقول مسلسل خليجي يجي بالي وبالك صورة اشترهم يتغيرون انتبه قليل لما يتغيرون يبدون يكررون انفسهم والله ما اتفق معاك اللي قاعد يصير مختلف وش المسلسل اللي يجب يعني خليجي يعني خلينا اقول لك انا اقول لك على الكتابة وما اقول لك على البروداكشن فيه مسلسل اسمه أمينة حاف انا ماذا شفت مسلسل سمعت عنه فروح تابع وشوفه عمل 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 شي ماه طبيعي تبع منه والله ما عارف تبع منه لا انا شفته على شاهد طبعا فروح تتابع طريقة الكتابة غريبة وحقيقية وتحس انه ها كده الاشياء بتحصل أمينة حقق مشاهدات عالية جدا فيه جمان فيه كم عمل قاعد الناس الكتاب يقولون والله الامور تشتغل انت انت جبت سيرة هبة المشاري هبة من الكتاب الاذكية انا الى اليوم ما اتعاملت معها وكل مرة اقول لها اقول لها هبة لازم نشتغل مع بعض يبدو ان هي ما اخذ موقف ما تبتت عامل معي او والله ما اعرف بس هي وعدتني اخر مرة وعدتني حسيت لما انت قلت هبة قلتها في في مكان مكان ايجابي يعني ما من تحسى كده بس انا اقول لك اعمالها ايش اللي متكررة مثلا تلاحظ عندها كل عمل فيه شي مختلف يعني دفعة القاهرة لامس قلوب مرحلة من الناس كبيرة انا بقول فيه تغيير كبير ويمكن طب يمكن يكون غلط ترى اقول لك تغيير يمكن اقول لك فيه ناس بينتجون لأسباب تجارية بس وهذولا تمشي الحال وفيه ناس بيشتغلون اعمال مميزة بس انا اليوم كده قلت خلني بيشوفوش عند شاهد هذه السنة في رمضان في جلسة طالة هاي لقيت ذيك يعني لو ما تجي تأخذ سعاد عبدالله عندهم سلسلة يعني الورث ابوي عطيكم فلوس سرقناهم مخفر يعني وانا شفت طبعا التريلر ما شفت المساسة بيارض في رمضان وتفتح حالات فهد يعني يعني وتشوف العاصوف طبعا عاصوف بما ان قضية واضحنا يبقى سر تاريخي فاحس له سياقه المختلف لكن زاد نفس المشكلة طوع هيئة مدري فكلهم يعيشون يعني خلاص عندي تصور وش الانتاج قبل قبل ينتجون وهذا يخلي من الصعب انه نطلع يعني كذا خليجية من هذه الدائرة وانذكر لك التجربة اللي هي كانت الجني مسلسل عندما يكتمل القمر يعني هذه تجربة مختلفة في مكان جديد الناس شافت تابعه وفي ناس ما عجبهم في ناس عجبهم بس كانت تجربة مختلفة وش اللي منع من هالتجارب المختلفة ليش ما نطلع الى اماكن خلاف هذا الانتاج المتكرر اولا انا اعتقد انه انت غير عادل في هذا التقليم لانه انت حكمت عليهم قبل ما تشوفهم انت حكمت من التلر طيب لو جابت في الميراث خطط وذكية في الحصول على الميراث وفي كذا انت تبقى تقول كأنك تقول لا تطرحوا الميراث انا ماني في دور اني ادافع عن الناس لكن انا اللي ابو اقوله الثيم حقة الدراما هي هي غريب انا اقصد هي هذه الاشياء هي هذه الاشياء واحد من لما نقول لك القادم الغريب كم تحتها واحد جامل الفضاء دخل عرض واحد من الارض دخل عرض انا اقصد هذه هي الثيم انا في رأي ان مشاهدات الناس وقراراتها في الاستمرار مع هذا المشروع من عدمه هي المفصل عبد الرحمن في النهاية لازم يكون في معيار ايش هو المعيار ايش المعيار ايش فيه اعدل من انه انت وتقول للناس شوفوه وتعرف بالقياسات المتقدمة الان على المنصات نتفليكس تقير تعرف شاهد تقير تعرف وتشوف كم واحد شاهده انت تبغى تقول تبغى يعني الرب الناس يقول لهم ليش تشوفون هذا غلط انت كذا تحجر عليهم لا لا ما بقول لي سهل اي بس انا بقول لك في النهاية اي عمل شباب البومب سعاد عبدالله العاصوف اي عمل يجد اعداد من المشاهد انا في رأيي لازم يستمر بس لا نقطة هنا يمكن انه جيد لا لانه في النهاية عبدالرحام من يحكم لازم احد يحكم يا تقول الارقام يا تقول الرجل الخفي يا تقول محمد سعيد ابو لمبة يجي الشخص هذا يا سعودي انه اذا محمد قال حلو خلوكم وراه ما ادري بس في النهاية ايه نقطة هنا انه ما احنا قادرين انه نطلغ المكان ونجرب مكان جديد يعني ما نقدر ان روح نشوف نفسنا لا لا انا فهمتك يعني انت جنت الميراض حسيت اللي كتحت لي باب بس يعني يعني انه ناخذ من التجارب الاجنبية الاكثر نجاحا عندهم اليوم يعني كده نروح في الجرام استنسخوا استنسخوا في الميراض استنسخناه لا فيه انا ما بقول لا انا اقول لك اصلاح احنا 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 اخذنا الحالة هرجعلك عليها بس انا بقول لك حاجة ابا اقول لك اذا سعاد عبدالله بتسوي نوعه ناجحة فيه ولوجه مهوره ليش ليش تبغى من سعاد عبدالله ولا من حسن ولا من ناصر انه يجي يعمل الاشياء اللي انت تفكر فيها خليم يسول لهم يفكروا فيه اللي هو ناجح طب خلينا اقول لك لو خذت سعاد عبدالله على راسه عشر مرات وناصر خذ عشر مرات وساعده عشر مرات حيروح لغيره صحي بس هو بيحط وبتثبط معه وبينجح والناس يحبوه ليش يغير يعني هو تحدي لا 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 انا ما اقول لك صبعا انا ما اقول لك انه هو بيسوي نفس الشي ما ادري يعني انا خليني اعرجلك على العاصف انت تقول ورجع لنفس القصة برضو انا ما ادافع انا دافع عن فكرة الحريات كلها يمكن زمان ناصر وعبدالله كانوا يعملوا هذولا على الشاطئ من بعيد حلقة عن طاش وجعلها تعرض ولا ما تعرض وحلقة طاش اللي ما عرضت ممكن تكون اكثر ولكن هنا في زمن في حريات اعلى فحط الحكاية كاملة حكاية فترة زمنية الميراث لما تتكلم عن الميراث احنا اخذنا فكرة السوب اوبرا طيب السوب اوبرا ما هي استنساخ هذا علم يعني طيب انت لو تأسس التلفزيون عام 85 اذا جينا سوينا اول مسلسل في التلفزيون 1385 67 ميلادي تقول استنسخنا الغرب وعملنا مسلسلات انا ما اقصد كذا انا اقصد فن السوب اوبرا فن المسرح فن الفيديو كليب فن المش عارف كذا اي 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 احنا سوينا كذا هو فكرة انه السوب اوبرا انه شي اي اه فن فن موجود يوميات الناس الان هذا ما في احداث صارمة يومية تصيل كذا والان العالم كله برجع له لا لا ما في حد جايز سويليون مين سويه يعني الغرب بطل نتفلكس ادخلها عندها سكشن لو ادخل شوف السوب اوبرا ينتج انتا جديد ما عرف انتا جديد والله ما عرف ايه بس طب انا ما اقول انه نستنسخ فنوات امريكية كبير عندها وبريطان الآن اش اسمه كورنش ستريت كم صار له اليوم يعرض ايه بس انا قصدي انه ليش ما نستنسخ الاصناف هذه خيال علمي جرامبوليسية يعني غير الحياة الاجتماعية يعني فيه 60 صنف غير المشتماعي صنفك مياد رحمن انت تتكلم يعني اخر واحد يمكن الجرامبوليسية هذا الخطر معهم لا اخر جرامبوليسية رشاش ليش تاخذ من مبوضج رشاش احس انه مو مقياس صدق طيب اذا صار فيه اربع موضع تنتج رشاش ما تقدر تنتج رشاش انت بهذه الطريقة يعني ما هو بانتاج يقدر عليه المنتجين اللي في السوق صح ايه الآن في الفترة الحالية ايه لكن اذا اتيحت اذا اذا صارت حالة الصناعة افضل اكيد اكيد حنقدر بس انا خلينا اقول لك على حاجة ابغى اقول النوعية هذه من الاعمال انت تصدقني ما تتكلم عن النوعية انت تتكلم عن الكمية والله انت رشاش موجود وتقول اصلي ما اعتبره طيب اوكي ايش تعتبر مثلا انت تتكلم عن العدد طيب الآن احنا انتجنا شيء اسمه ستة نقص واحد راح تشوفه قريب طيب اذا صاروا اثنين جريمة انت كم العدد اللي يخليك تعرف ان السعودين دخلوا على الجريمة على الخيال العلمي يري واحد تاخذ وقت هذا اللي انا اقصده اقصد السعودين استمروا خمسين سنة ينتجون كوميدي وثلاثة اربعة دراما الآن لما نرجع نتكلم مرة ثانية انا اقول لك بالكثير بعد سنة حتلاقي لا يقل عن ثلاثة جريمة سعودي الباب انفتح بس لو بتصوي جريمة سعودي اوكي هل بيسمح لك انك انك تفحط في شوارع الرياض او انك تستخدم لاسلحة زي ما استخدمت لاسلحة في الرشاش شوف شوف عشان كلا انا السبع درشاش هل بيخلونك تطلق رصاص خليني اقول لك انت لما تطلق رصاص بيكون في شنك يعني اكيد اي 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 بس خليني انا لما اقول التشريعات المسؤولة عننا جي كام حلو هي اللي مسؤولة عننا المفروض انها تتحدث مع جميع الجهات اللي تقاطع معها صناعة الانتاج والانتاج زي الحياة في الانتاج تحتاج ممثل وتحتاج مقبرة وتحتاج اسعاف وتحتاج ام وشارع الدراما هي الحياة تشبه الحياة تماما لازم هم يتكلمون مع جميع القطاعات وينظمون هذا الموضوع ولازم يفكوا اللبس بشكل واضح اللي من اللي شرع لنا هيئة الافلام ولا الجي كام لما انا باخد تصريح لفيلم اروح للجي كام ولا اروح لهيئة الافلام طب اذا كان مسلسل صغيرة اروح لمين زي طو التشريعات لازم تتنظم بشكل لا يعني يعني لا ما يكون في شك في هذا الموضوع طب اليوم اليوم التشريعات يروحوا يتكلموا مع الداخلية ويعملونا نظام يقول اذا يعني انا مثلا في لبنان او في تونس او المغرب او مصر اذا ابغى سيارة دورية شرطة في جهة روح لها في شروط في اشياء لازم تنفذها هنا ايش هنا ما في تنظيم لهذا المسألة هذا دور الجي كام لازم تنظم له لانا الشي لازم تحط الشروط قناعة الشخصية انا هذا الموضوع لازم يترتب وفي مناطق انا ضد فيها انا ضد الحريات في مناطق انا شخصيا ارفض هذه قناعة الشخصية المعلم لا تحطه في اي شكل قد قد يخليه مدعاء او مكان للضحك انا رأيي المعلم ورجل الامن والحاكم هذول الناس نصيحتهم خاصة هذا رأيي ممكن تحسني قديم في هذا الموضوع بس انا اقول لك لما انت تتكلم عن عسكري غبي عسكري اهبل عسكري غير واعي والله يا عبد الرحمن الدراما وهي علم سايكو دراما راشة شمراني على فكرة انت استضفته ولا باقي لا لسه هذا دراسته سايكو دراما انت لما تحط مشاهد تطلع فيها رجل الامن غير واعي انت بتأثر عليه لما يكون عنده المرور الولد يقول له انقلع يا اخوي ليه بيقول اللي احنا قلناه في الدراما فانا اقول لك رجل الامن المعلم هذولا شوي خلنا نبعد عنه تشوف رمضان جعل المنتجين والانتاج الخليجي والعربي يعني هل أفاد ولا أساء لا أساء أساء طبعا أساء أساء لأنه لأنه يعني يخلي الأمور نرجع لكلامك خليها أسرع واليوم شاهدوا المنصات هذه زينات فليكسوغيرة ما بتتعامل مع هذا الموضوع قدش أثرت على جودتكم علتها جدا علتها جدا لأنه المنصات ما يهمها الجودة أكثر من يهمها الجودة أكثر منك أنت تلحق ولا ما تلحق يعني للأمانة يعني مثلا عندك عمل يقول لك المنتاج ترسلهم نبغى ناخذ وقت أكثر يقول لك خذ وقت أكثر يعني صراح عموم بشكل عام ويمكن أنت تحسي عبد الرحمن فيه اتجاه للجودة أعلى صحيح متى يكون قرارك أن التصوير يكون داخل السعودية أو خارج السعودية إذا كان فيه استوديوهات فقط إذا كان فيه استوديوهات بأطلع برى المملكة لأنه ما فيه تشريع ينظم الاستوديوهات في المملكة الأشياء مثل الجودة يعني استوديوهات لأنها جودة لأنه تقول لأنه يا أخي إحنا نصور في بيوت وننطرد نصور في شارع ويجيك واحد ويقول لك كذا كذا الآن قلت تعدي الناس صراحة زيروا يعني احترام الحريات في الشوارف كذا لا هذا ما عند فيه تعامل ترمي الكاميرا بحجر هذا الكلام ما عند موجود تماما ولكن عشان تسوي جودة عالية وتبني ديكور ممتاز لا أكيد هذا فيه مشكلة كبيرة هل كلفة الانتاج براء أقل؟ لا بتصير أغلى يعني أغلى أغلى لأنك أنت بتسكن وسويت مصيب أنا لا لا عادي يسرت جايد كذا؟ يعني هذا ياخذ كلمة وهذا كلمة ولا كلا ياخذ ناصر لا ترى مسألة أغلى وأرخص أكيد ما هم معيار لا له معيار معيار في القرار الاقتصادي حقك ولكن مش دائم ما هي دائما ما هي دائما أغلى وما هي دائما أرخص سبقوا أنتجت فيلم أو مسلسل بدين بيئت ولا أنت لا تأخذ قرار تتفك إحنا في الصدف أنتجنا حوالي 369 تايتل في مختلف الأشياء أفلام تلفزيونية مهرجانات بس إحنا ركزنا على الدراما يمكن في هذه كلها إلا والله أنتجنا يعني سوالف حريم كان أنتجنا عندما يسهل الخريف كان أنتجنا القصر الكبير في أعمال كانت أنتجنا ولكن وعلى فكرة في العالم كله أنك تنتج وتبيع هذه أقل لازم تتفق مع ستوديو ليش ما له علاقة بالجودة ممكن الجهة تقول لك يا أخي أنا ما أبغى هذه النوعية اللي تتكلم عن كذا لأن الجمهور ما يبغاها القنوات والمنصات وصلاة السينما أو اللي ديروا صلاة السينما بيعتمد كثير على الحصائيات الترند حق الناس إيش الموت حق الناس إيش عرفت فهذا القرار شركات الإنتاج ما تحتاج هذه الإحصائيات لأنه في جهة بتتولاها فأنت لما تديهم أربع أفكار يقول هذا الموضوع أعتقد أنت تلاحظ في فترة يجي فيها أعمال تاريخية في فترة يجي فيها أعمال عائلية في فترة في ترند كذا سبحان الله بيطلع وبينزل مثلا الأشياء لدعم الحكومي في الدول أخرى يساعد الريبيت يخليكم تتخذوا قرار أنك تطفر مهم جدا طبعا طبعا أنت لما تنتج في دول يعني المغرب تدفع ربيث 30% بريطانيا تدفع 25% أبوظبي تدفع 30 أو 37% 37% من قيمة الإنتاج ترجع لك يرجعوها لك على حسابك في البنك طبعا طبعا هذا قرار مهلا هيئة الأفلام على سنة 40% في السعودية إلى اليوم ما في شيء رسمي قالوا أنه في ربيت أعتقد كان حضرت استراتيجية حضرت استراتيجية فهو أعلن عنها أعلن قال أنه حيكون فيه بس أنا ما أعرف إذا هي موجودة عبدالله العياف صحيح شغال شغال بيدينه ورجوله لأنه مننا صناعة كبيرة لا لأنه مننا لأنه عارف الأزمة أنا أعتقد أنه المملكة طبيعي المملكة قاعدة تروح لكل شيء يخلي البلد أحسن والربيت هيخلي البلد أحسن وعلى فكرة أنا تحليل الشخصي ما أعرف وش الحسابات بس تحليل الشخصي أنت لما تعطي الناس 40% ربيت ضريبة مستعادة لك أو مبلغ أنا ما أعرف تحليلها كيف مبلغ يستعاد لك هو في الواقع ساكنين في الأوتيلات ودافعين في الشوارع وأكنين مطاعم يعني بشكل أو بآخر هي حترجع لك وحتشغل شبابك وحتعطي فرص للناس في البلد بس أنا ودي أنه ضمن الريبيت يكون فيه فايل خاص بما أبغى أقول فرض لأن العملية بداعي بس لازم يكون فيه شيء مميز لما يكون فريقك سعودي نحتاجه هذا على الأقل نحتاجه لمدة 15 سنة نحتاجه نحتاج نقول ترى إذا كان عندك سعودي أنا حسوي لك كذا المغرب يعملون كذا لازم فريقك يكون فيه سعودي إلا يكون فيه مغاربة طبعا نسبة والله ما أذكر كم بس لازم يكون عندك فأنت تبدأ كاقتصاديا تحسبها تقول لا خلينا شوف أحسن واحد في المغرب وجيبه زي كذا وهذا يساعد يساعد الصناعة تكبر وتنمو تفكرت تخليل السينما انتاج أفلام موجودة الفكرة ولكني ما أعرف لها يعني ما أعرف لها والله بس يعني يمكن إذا يعني إذا جاء مشروع كذا حسهم مختلف مع ناس محترفين هذه شغلتهم ممكن نعيش التجربة ونشوفها بس مهم مهم لو أنت جت الحين أنت مسلسل وكان عندك خيارين شاهد ولا نتفلكس ونت حط في المجل أو مسلسل أنا أشوف نتفلكس يعني ما هي خيار الأول لسبب هقول لك ليه أنا قلت لك دائما أن الأشياء تم بني على أسباب اقتصادية حلو لما أنت تحط عمل على نتفلكس أو تحطه على شاهد الفيدباك حق شاهد أعلى ما عندي فكرة عن الأرقام أنا أتكلم الفيدباك عند الناس وأتفهم أنه فيه كثير من الناس يقول لك أبطل على نتفلكس يترجم في 170 دولة طيب هذا على مستوى الأرقام قديش يعني إذا حطيت مسلسل إحنا لنا بحكم أنه هذه صنعة بنعرف بنسأل تفاصيل والآن نتفلكس على فكرة هي من أكثر الجهات اللي اللي تنشر تقارير وأرقام المشاهدات للمحتوى السعودي على شاهد لا تقارب بنتفلكس أعلى أكيد فمن مصلحتك أنك تكون في المكان اللي يشوفه جمهورك الأصلي السعوديين ويشاهد لا بس أنت مصلحتك اللي أعطيك أكثر فلوس ولا ما أعتقد أنه الأسعار شوف أنا منتجا أعطيك الحين لو أعطتك على الثنين هم أعطوك نفس المبلغ اختار مني شاهد 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 لأنه شاهد أعطتك على أفكر أني أروح النتفلكس لأسباب اقتصادية هنا طبعا بس 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 إذن يخلي وظيفته على فرق 500 ريال أكيد غلطان وهو في منطقه معاك يقول لك يخيزها دولي راتبي بس أنا مثلا لو أنا موظف وأعمل في مكان يديني مثلا 10 ألاف أنا ممكن أنتقل بعد 16 ألف أنه يقول لي 16 يعني ها بس إذا أنا مرتاح وبيئة العمل كويسة وأنا مبسوط الألف والألفين والثلاثة ممكن ما تغليني أنكل في عمل متحمس الله في رمضان هذا ولا خلاص رمضان والله والله ما في عمل معين في في بالي لكن عندي اهتمام أبغى أشوف هدى حسين موضوع غريب بيش وش الغريب يا من شارع الهرم إلى ماني عارف كيف عندي إحساس أنه ممكن يكون أنا ما أعرف هو معاصر الآن يعني ولا تاريخي معاصر ولا يحكي عن زمن ما أدري أنا شفت شخصية كويتية وشخصية مصرية يعني خلق تساؤل عندي سراحة ما أنتشت شيء للرمضان هذه السنة لا طيب فيه رامز تمثيل اللي أنا سويته كان لا اللي أنا سويته كظيف ولا لما كنت معاه في الحلقات لا لا كبير لا والله ما أعرف وأنا على فكرة أنا ما وفقت ثلاثة أيام وجدت من صالحي صاروا كل يوم يزودون الفلوس يحسبوني أفكر أفهم يعطونكم فلوس؟ ضيوف أنت لما تطلع في برنامج بتأخذ فلوس أنا نتوقع بعد ثمانية حتى إيه قاتل حلالة يوم يتوقع معك لا هو خلينا أقول لك المشاركة في البرامج لا بس إلي أنه يجي في بالي أنه يعني يتكرر نفس الضيف مثلا في رامز أنه هنا عنده برضه رمضان هذه السنة فأنا أدري أنه رامز قبل لا يجي صدق أفهم أنا تحليلي مع كامل الاحترام لكل النجوم في مصر أنا أعتقد أنه هو لما يكون الضيف ممكن يكونه في مصر ممكن يتفقوا معه أعتقد يعني أعتقد مع أني شفت سوزاد الجب الدين قالت أنه أنا كنت أعرف بس أنا أعتقد أنه أنه هو على حسب الزبون مين بس أنا والله ما قالولي إطلاقا بالعكس خدعوني خدعوني أنا اتصلت علي اللي اسمها شريفة بنت مصرية مسؤولة على البرنامج ولما شفت رقمها ما رديت قلت لي إذا عندك شيئا سريع على الواتساب لأنه أنا كنت بسجل واكتشفت اللي هو كان في موسكو ورجعت من مطار اسطنبول عرفت أنه في لعبة ورجعت اتصلت علي وقالت لي يا حسن أنا انفصلت من شغلي وأنا رامز ده أنا مش هشتغل معاه فأنا والله تعطفت معاه أباك تكلم لي أروى أنه أروى أنا بشتغل معاه وكل ما بضع أعزم ضيف بيقول لي أنا ماني جاي فكلمت أروى قلت لها أنه حرام وشريفة إنسان خلاص وتركت الآن تبقى تبدأ حيو وهذه هي عايشة معاك في دبي الآن قلت لي حسن والله ما هاي أنت تجي قلت يا ستي والله أجي ما في مشكلة فسووا علي اللعب كبير يوم التصوير دقت علي قالت لي حسن ترى أنت كبرت حضرتك كبرت قوي زبط الصبغة وزبط أمورك وتعلي لبس كاجول قلت لي لا أحسن لكم أنا بطلع بثوب وبطلع كذا قالت لي والله كاجول خليك شباب لك وجيت لما وصلت هنا قالولي هات الجوال قلت له ما ينفع أعطيكم الجوال ما ينفع لما جلس دق جرس ودخلوا واحد أجنبي قالوا يورو تليفان مدرين صدقت خموني فعلا اللي خسرت المحفظة المحفظة غير قد في المعين طيب يوم ربطوك على أنك إيش خلاني الملعون خلاني معلق يوقفوا التصوير قلت له يا بالحلال وأنا ما أقبل وهذا برنامج ومنحقي وما أشياء كثيرة قال لي ما فيش مشكلة خلوه معلق في الهوى يعني الحقيقة أنه وضع ما تتحكم أنت فيه كثير صراحة بس والله كانت حلوة يعني لا لا كانت حلوة بس كان ردي أعرف لو كان تمثيل فتقل لي لو كان والله عجبني التعليق واعد أرسله من أصدقائي على الواتساب أرسلي صورة بتغريدة نزلت في تويتر قال لي يا جماعة حسن العسيري والله ما كان يدري لأنه ممثل سيء لو كان يمثل كان طلعت الحلقة سيئة هذا أجمل تعبير عجبني والله العظيم طبعا يمكن يكون صادق يمكن شوف أي من يزر راسي يقول صادق طيب الله يعطيك العافية والله الله يطول أنا ممتن لهذا الوقت وإن شاء الله يا رب نشوف الصناعة تكون أفضل شاء الله يا رب ونشوف إنتاج أفضل وهذه التحديات اللي تيجي وهذه الفرص اللي تيجي اليوم للصناعة المحتوى هي أفضل وقت اليوم يعيش صناعة الأفلام صناعة المحتوى إجمالا سواء من المنافسة الخارجية أو من التمكين الداخلي والتغير اللي جاز يصير داخل السعودية فشكرا جزيلا لك شكرا الله يطيكم العافية والله الله يحفظك وشكرا لك وأنا ممنون وأتمنى يعني أنه كن ما ثقلنا على جمهورك لا لا أبدا الله يسعد قلبك شكرا لك شكرا لكم شكرا لياسر للغانم خلف الكاميرات ومازن الاعتابي في الإعداد أيمن الحمادي في التنسيق والهندس الصوتية محمد الحسن تحرير هذه الحلقة أنس خليل وفي الإشراف على إذاة ثمانية سهار سليمان هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية لنشر وتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر